ترجمة نانسي قنقر أنا قلت إن أنا لازم أجيلك بنفسي عشان أشكرك على إن أنت نفست كل اللي أنا طلبته منك أنا عايز أقول لك حاجة سامة إحنا ما بنساش أبداً 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 الناس بتوعنا اللي وقفوا جنبنا وسمعوا كلامنا بالعكس إحنا بنحطهم في عينينا وبنكفئهم كمان بس أنا عايزك بقى تفوق لنفسك كده وتروق وتبقى تجيني في أقرب وقت جنك فين؟ عندي في مكتبي في الجريدة سامح إحنا بنحب الناس اللي بتسمع كلامنا أول بس بيني وبينك يعني وضعك ده مش عجبني إنت مش قليل يا سامح إنت لازم ترجع أحسن من الأول كمان وعايزك تسيب لي المهمة دي دي مهمتي إن أنا أوصلك لأحسن نتيجة وصدقني طول ما انت بتسمع كلامنا ومطيع هتكسب كويس وكويس قوي كمان يال أسيبك دلوقتي يا باطل يا مكتبي يا مكتبي يا مكتبي ده أكيد محمد ده يا دكتور إزاك يا مكتبي الحمد لله على السلام حبيبي بورك إيه؟ وش شمال هنا مريد ما كنتش تأخرت عليكم ده أنت جيت بالثانية بالضبط صدق إيه اللي أخبار؟ الحمد لله تمام الحمد لله طب إيه بقى مش رأيت تتجوز عشان نفرح بيك؟ آه طبعا بس إيه فيه؟ هو ده كل الأكل ولا في حاجة عالية؟ ثانية حامل إيه؟ الحمد لله مدي مكتبي أنا عايزك في موضوع مهم جدا موضوعي خير؟ لا أنا عايز أتكلم معك لوحدي حاجة بخصوص نبلع يعني؟ لا للأسف بخصوص ابنك ابني؟ انت شاكلك قبلت العزومة دي عشان تشوف المرضى بتوعك صح؟ بصراحة لا لأن أنا متأكد من نجاح العملية مليون في المئة طب الحمد لله ملك لمكتبي فيه إيه؟ ها؟ لا مفيش حاجة أنا كويس أوه كويس إزاي بس انت شايفه الشك؟ فيه يا دكتور وانت وطوله حاجة؟ لا مهالش حاجة مهالش حاجة أوه بس كل شيء يتكلم في سرتي العملية وأنا بدايب وأنا كل ما أفتكر منك خدت حتها منك يا أنا عشان عايش بيها بدايب من نفسي أوه مش ممكن أديتك حتة مني عشان تعيش معي العمر كله طب بس بقى اللي محمد يحسن خير يا محمد طب مني في إيه؟ لؤي آخر حاجة أتوقعها أن لؤي يعمل كده أنا أشتعل معك بقيل كتير ما تصورش بيحصل لنهاجة كده أنا متشكل لك جدا شرفت وأنست أفضل شكرا خل أهل الإيمان إزايك الحمد لله فضالي شرفت يا باشا شكرا مع السلامة فضالي أم الفين لؤي وحنان محدش فيهم هنا خالص أنا أبعتهم المصنع هما الاثنين حاجة غريبة قوي كم في عميل عايز يقابلني وشرطه الوحيد إن لألؤي ولا حنان يكونوا موجودين طب أنا عايز أطلب منك طب هم أيضا أنا أسف لو قلتلك أن ألا بحبهاش بس دي أختي وأنا مستحيل أتخلى عنها يا مونة أختك في سبيل اللي هي عايزها ممكن تعمل أي حاجة بس أنا متأكدة إنها تعلمت وهتتغير لا شك ليه؟ طب ما أنت تغيرت أدي غيرك فرصة زي ما أنت ما أخدت فرصة بالزبط ماشي يا مونة فيش مشكلة أنا عايزك توقف جنبها أنا عارف إنك ليك علاقات كتير قوي وكبيرة أنا مش عايزها تقعد أكتر من كده في السجن وكمان اللي بلغ عنها ده يبقى صاحبك يعني أنت تقدر تخليه يتنزل عن البلاغ ده؟ تغير خدف جنب Majid قد قمت بمخاطر تا ايه اللي داي و辦ن؟ انت عرفت إن زينا خرجت- مسجمة؟ انا مالي لا ده انت مالك ونوس ده انا جاي لك عشان الموضوع ده اساسي تتفضل انت يا بره مش عايش المهورش اتجي هنا تاني حلو 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 يعني ايه الالوان دي انا ابويا تعب قوي عشان يوصلها للمستوى ده حلوة فعلا انت ايه اللي جابك؟ جاي عشان هتفق معاك صحيح بصد انا مش هاهدأ طول ما الست اللي قاتلت ابويا دي بره السجن ومش هرتاح بقى لما شوف حبل المشنقة ملفوف حوالي مرقبت كويس حلو قوي بس الموضوع ده يخصك انت لا ويخصك انت كمان بصد انا سمعت كده ان هي جايبة سيرتك بشكل مش حلو شكلها بجرجرك في القضية عادي الكلام كتير لا ماليش العلاقة خالص بمقوله عبود خالص ما انا عارف ما عشان كده انا جاي لك انت بالذات عشان تسعيد وساعدك في ايه بقى ان شاء الله ان اللي قاتل ابويا هياخد جزائه شوف ابا انت تطع بره الباب ده وتشوف اي حد فاضي يقف معاك في المشكلة البرجة بتاعتك دي انا مش فاضي انت لازم تبقى فاضي ولازم توقف معايا احسن لك احسن ليه؟ بتهددني يا ابني ولا ايه؟ عبدالله الخير اللي انت عايش فيه ده كله بتاع ابوي مش خير ابوك اوقع اسمع منك الكلمة دي تقال الخير ده كله بتاع ابوي انا اتسجلت عمري كله راح تغز بفلوس انا مش عايز منك فلوس بالعكس انا عايزك تساعدني عشان ااخد حقي من القاتل ابويها واللي لو خدت براقة ممكن تقفلك زي اللقمة في الزور ده يعني ايه؟ يعني انت متهمنيش هي اللي تخصني ايه؟ انا اخذررج انا مش عايزة جلس كلك بس أنا كنت عايزة أقولك إن اللي حصل ده كله ما كانش مترد ولا كان في بالي إن أنا أعمل كده أنا حبيتك بجد أنا عارف يا سمرا طب إيه معذبني ليه مش أنت جي بتتعذب يا سمرا أنا اللي بتعذب لو قلتلك إن كنت الحب الوحيد الحقيقي في حياتي هتصداي طب ما تيجي ننقل نعيش لوحدنا ما نشوفش حد مش حايز حد يشوفه ده ما أقدرش ما أقدرش هابد عن أولادي هو يمكن مع مرور الوقت حتى فهم الموضوع ما ينفعش أنت مش فهمة كل ما شوفه وحس إنه بيتقلم لما عناي حتيجي في عنايه حشوفه بيقولوني عن الله حصل وساعتها الدنيا كلها حتهون عليهم موت حيبقى أفضل وحياتي معاكي مش حيبقى لها أي طعم يعني يعني خلاص مش حقدر عيش معاكي بعد كده يعني ببساطة أنا اللي حتحمل النتائج دي كلها الوحدي أنا كمان معاكي متحمل كل حاجة لا أنت مش لوحدة أنت حترجع لولادك وأمراتك وأنا اللي حبقى متطلقة لا مش بس مش بس كده دي الناس كمان لما حتعرف الحكاية هتقول إيه هتقول إن سامر لهمت على الأب وإبن ولما اكتشفوا الحكاية عام طلقها يعني أنا حبقى شطعنة وحد وحش قوي مين بس حيقول كده ما هي كده الناس كلها حتفهمها كده يا سامر لا أنا حبيت عليك عشان حبيتك أوي وما حدش هيحبك قدي ولا هيفهمك زي ما أنا فهمتك والله وأنا زيك وأكتر والله لا أنت بحبيتنيش أنت بس كنت بتدور على حالك ده ومبسوط بيها مش أكتر أنا بكنتش في دماغك تصدقني أي واحدة تانية مكاني لو كانت هتعيشك اللي أنت في ده كنت برضو هتحبها سامر اتفضلي لقاء شكرا قوي مش فهر آيتن في مشكلة كبيرة قوي وهي محتاجة أن أنت تقفي جنبها أنا مش هيزدخل نفتي في الأمور دي خالص مدام رانو آيتن بتقول لحضرتك إن هي محتاجك تقفي جنبها إحنا مش قدت دايرة اللي إحنا دخلناها وتفردت علينا دي وإن شاء الله بمنجرة خروجها من السجن إحنا نرجع الحرار اللي إحنا جايين منها أصلا هي بتقول لك تقفي جنبها وخرجها من دايرة دي وهي تقصد إيه بالدايرة دي ما عرفش هي دي الرسالة اللي وصلتني من قايد طيب أنا هتبلك من الآخر عشان تبنات طيبين مفيش حد ملوش صد مفيش حد مش على راسه بطحة وخاف الناس تعرفه واجيه عشان يوصل اللي هو فيه دا أكيد قدم تنازلات كتيرة قوي وأكيد كمان هم مسكينة عليه حاجات تهدده عشان يسمع كلامهم وينفزه بالحرف الواحد زي إيه طيب فحكين معاكي بقى يا مره ما تدوري انت وتفكري واجيه دا صحفي وفي الأصل كان محامي عايزة تفاهمين إن كل الملايين اللي عنده دي من الصحافة ولا المحامات فحكين دا لسه صغير قوي على كل الفلوس اللي عملها دي مدمر أنا أنا أسكت أنا عندي معد الوقتي وبعدين بقى بصراحة أنا مش عايزة أتكلم في المواجهة خالص يا مره حاضر شكرا قوي هاي زمان زمان هربت من قيدي من الحارة دي حشنا سكت في الفلل والوسور دلوقتي برجع لها ويه وده زي دي في قصة وحب ومعايش ولا مليه انا عايزة عرف ايه اللي حصل بالحرف الواحد ميرا سيبك مني انسيني خالص روح اعوتي مع اخواني انتي كنت صحة لما اخترتي ابوك مش مهم من الصحة ومن الغلط دلوقتي المهم اتعملي افقات وفيك ايضا اللي هي فيها انا السببي وانا هخلصها مني طب قول لي بس ايه اللي حصل عايزة ابقى معاكم عايزة افهم كل حاجة مش مهم تفهم معرفتك اللي هتقدم ولا هتاخر في اي حاجة حاجة واحدة بس عايزة اكتعرفيها ما تبقى ياري انتي كنتي صحة وانا واختك كنا الغلط عايزة تعرفي ايه تاني عايزة اسألك سؤال واحد بس قاية انفال هي السبب في موت بابا؟ لا انا السبب في موت ابوكي جوزته عشان كبرت بيقوله العانس الحلوة كل ما يجيلي حد يهرب ما عرفش باي اضغصبت على ابوكي امي بقيت تقولي يا بايرة اللي قدك تجوزوا وخلفوا عيالهم تقولك كلهم يبا انا عندي خمسة وعشرين سنة تقولي هتخليلي جملة كنت كارها فقر ابوكي بس كان ممكن اقوله ان تعال نكبر ونعلم مع بعض بس لبا انا كنت شايفة نفسي قوي كنت حاسة انا ممكن اخد احسن مني ايه لي يكبرني يتجوز واحد متجوز وعنده خمس بنات؟ لا او ايه؟ اخلف له بنتين كمان انت عايزة تقولي ايه بالضبط؟ عايزة اقولك تابوكي كان احسن رجل قابلته في حياتي كان طيب هو محترم كان يعيش بملح ودق ولا مدش ايده عالحرام كان عارف ان ربنا قسم لرزاني بس محدش مدده ايده هو انا اول هو بابا ده تحسن باوي في حياته ابوكي مات من يوم ما سيبته وصغرته قدام الناس كلها ابوكي تكسر بسببي كان عايش ميت بس كان بيحاوله يقاوم عشان كنتو وانا دلوقتي ندمينا ندمينا على كل يوم سيبته فيه وعشته بعد عنه وأنا ياريتني ما كنت عملتك ياريتني ما كنت عملتك ياريتني ما كنت عملتك اليوم اللي مات فيه كان قايم من عندك كان قايف شاي لهم الدنيا كله في دماغه برغم ده كله كان دايما يقصني عليك انتي وقايته سمحيني يا ميرو سمحيني يا رجل سمحك 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 لي الفكرة بعضية عنك ما كانش مؤلم من الدرجة اللي انتي متخيلها المؤلم كان في باب كان دايما بيتعذي بقايتن بعيدة عنه كان خايف عليها كان عنده حق ما تخافيش انا مش هسيب قايتن ابدا هتعملي ايه؟ هتقدر يتعملي ايه يا زينب؟ ايوه زينب مش هقدر اقولك موما بعد كده عن إذنك الحمد لله على السلامة انا مش قادر اصدق اللي حصل بصراحة سمح تنزل على المحضر وقالت كمان ان قايتن ملاش ايه زنب في اللي حصل ليه بقا؟ بصراحة مش عارفت انا عايز دروح له بتنسوش انه لست بروزة طيب تنسوش انه لن يزال تنسوش انه لن يزال تنسوش انه لن يزال اشتركوا في القناة 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 إذا شوف وشك هنا يا سامة طلع برّا وقولك طلع برّا لا مش هطلع برّا مش هطلع برّا يا سامة وإنت لازم تسمع لنا جاي أقوله لنا يا سيبت أنا مش عايز أسمع منّك حاجة مش عايز أسمع حاجة يا ليه بتعملت كده؟ قبل ما تحسبني حاسب نفسك إنت الأول لا حاسب نفسي عليّ أحاسب نفسي عليّ عملت فيك إيّ أنا عشرة عشان تعمل فيها كده إنت ليه كل ده مش عايز تشوفه الموضوع صح؟ ليه عايز تحمّلني لنتيجة كل حالة الوحدي؟ إنت اللي عملت كده؟ إنت اللي من أول يوم لنا سوا عملت اللي مش ممكن أي واحدة ستتنسان ومش ممكن تغفره مهما حصل عملت إيّ أنا؟ عملت إيّ؟ عملت إيّ؟ زبتني ورحت الواحدة تانية في أول يوم لنا سوا صح يا سامة ولا أنا عالت عمّ؟ بتي بتخرفي لا أنا ما بتخرفي أنا عارفة كويس أوي أنا بقوليه بتتجاوزتني ليه يا سامة؟ بتتجاوزتني دلوقتي تسألي سؤال دا؟ لا أنا عارفة إجابتك يا سامة بتتجاوزتني عشان مصلحتك عشان اتفقت مع سامير علي صح؟ مش بقولك بتخرفي لأ ما بخرفش أنا عايزة بس أقول لك حاجة واحدة إن لو أنا وحشة يا سامح فأنت السبب بايتم صدني وعمش نستني منك تبرير إن كل اللي عاوزوا منك بيك متورينيش وشك أنا تاني بتقوم كدق أهلة بيلة زي الشطرة وبتغضي باب اللي هلك دا في إيدك بتتطلعي برا بس أنا عايزة أبقى معاك يا سامح عايزة أقوف جنبك زي ما أنت وقفت جنب زي ما خرفتني وستني أهل أنا عايزة أفضل معي أنا عارفة يا سامح إن البجاي أصعب كتير عشان اللي طلب منك تسجمني أنا وأحمد ما كانش عايزنا نخرج أبداً ما نستجم بس أنت تحديته وخلفته وهمش هيسيبك وزي ما أنت تحديته أنا عايزة أتحدى معي دونها دي خريبة بشكل محدش فاهم فيها أي حاجة زمان زمان أنا كنت تبدارس رسم في مدرسة صغيرة كنت كرح كل حاجة حواليا كنت لما أسمع الجرز الحصة كإني بأسمع صوت أعزرائيل كنت دايماً بس أد نفسي سؤاله أحمس أنا هنا بقى أعمل إيه وحوصل إيه دلوقتي دلوقتي نفسي أرجع تاني لنفس المدرسة ونفس الشغلة كان فيه طلبة هناك كثيرة بيحبوني كان بيسمعوا كلامي وما أعتبر إني القضاء بتاعتهم عارفة؟ فيه ناس منهم كتير قوي يغيروا حياتهم بسبب كلامي أنا قلته لهم وكنت مؤمن بيه بس في الوقت بقى اللي هما أمنوا بكلامي أنا كفرت بيه زيما؟ قايتنا عشان خطري ما امشوا من هنا وترجيش هنا تاني أنا مش عايز أشوفك أنا حتى عايز أشوف نفسي في المراية أنا خطري سبينا يا عايزة سبينا هو يمشوا من جيش أنا تاني عشان خطري أنا كرهك وكره الدنيا كلها وكره نفسك سانا أنا تمام أنا تمام جدا موسيقى ألو؟ أيها عادل الحقني؟ أنت أكيد كنت صاحبا وتعرف عنه كل حاجة؟ أيها أنت عايزة تعرفي إيه بالظبط؟ كل حاجة حتى لو كانت صغيرة يا متحد متحد؟ واجي كلمة بتاع ستات صح؟ إيه يا متحد؟ أنت مش عايز تتكلم قدامي؟ لا موصدش بس يعني على فكرة أنا عارفة كل حاجة مش مهم إنت كنت إيه؟ ما روحكيالي على كل حاجة إحنا دلوقتي ممتدور على أي مخرج لأحمد بن عمتي؟ أيها بس موضوع الستات ده هيفيدكو بإيه؟ أنا مش فاهم هيفيدنا طبعا أي حاجة ولو صغيرة نقدر نمسكو بيها أنا تقريبا أعرف أغلب علاقات وجيه وكلها علاقات عادية ها في حاجة مهمة جدا أيها بقى إيه الحاجة المهمة دي؟ مجدة جبالي مجدة جبالي؟ أنت توصل مجدة جبالي اللي إحنا نعرفها؟ أيها دي كانت على علاقة بوجيه طب حلوة قوي؟ ها وبعدين أيها متحد سكت ليه؟ معاك أي حاجة تثبت العلاقة دي؟ آه عندي صور كتير وفيديوهات اللي رحلت كنا بنطلعها سوا طب ده حلوة قوي طب سوقات كده ما عليش سريع على المشي مجدة جبالي دي ستة شمال صح؟ ده يا الشمال نفسه طب حلوة قوي إحنا مش عارزين أكتر من كده وحياتي اللي يخلي في وجيه اللي يخلي يمشي زي ما إحنا عايزين إنتي بتقولي إيه؟ أنا حامل طب وبعدين؟ بقولك إنه عارف إن ابنه كان بيحبيني وإني كنت مخبية عليه وقالي مش هينفع إن إحنا إن كان ما نعيش مع بعض أنا مش عارفة هعمل إيه؟ مش عارفة ولا أنا عارفة بس إحنا ممكن نقعد نتكلم ونفكر بصوت عالي وأكيد هنوصل لحل أنا مش قادرة أفكر أنا معادش فيها يا عالي أنا عايزة أموت أنا ليه ما فكرتش اللحظة اللي أنا ده ممكن يحصل لي؟ ليه ما فكرتش إنه عمره ما حيتخلى عن ولاده بس عشاني؟ وعمله ما حيتخلى عنك لإنك أم إبنه وعمله ما حيتخلى عنك لإنك أم إبنه أنا آسف إنه جيت من غير معاد لا 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 حضرية تتفضل في أي وقت تتفضل لا أنا بس أنا كنت جاي عشان أقول لي صمرة إني مش هبيعها مش هتخلى عنها أنا قلت لها بكده إني عندي استعداد أعلن جوازي منها وده اللي هعمله فعلا حضرتك تفضل أرجوك لازم تشرب حاجة لا أنا بس كنت جاي أتطمن على صمرة واضح إنها كويسة جدا علي قل لي أنت ناوي تعمل إيه؟ أنت قصودي إيه؟ هقصودي يعني أنت جاي تقول لي أنك مش ناوي تسيبني أو جاي تطمنني أنك هتعترف بالولد أنا جاي قطر منك إن الولد إبني وإني مش هسيبه أبدا وأنا أنت صعب يا صمرة صعب؟ ليه صعب؟ صعب من يوم ما عرفت إن إبني إبني بيحبك وإنه قلك وإنك كنت عرفة وأنا حاسس إن مش قادة أقرب بينك حاسس إن في حاجز بيني وبينك طب ممكن حضرتك تتفضل ونتكلم بـ كلام إيه بس؟ كلام إيه؟ ما عادش فيه كلام خلاص كنت عايز نعمل إيه؟ ولا حاجة يا صمرة ما كنتش عايزك تعملي أي حاجة أنا حنزل الولد ده أنت جننتي؟ آه مجنونة أنا مش هسمح لك إنك تقتل عبني وتسمح لنفسك إنك تسيبني ما تغلطيش غلطة أكبر من اللي فاتت يا صمرة هيا مش ممكن تعمل حاجة زي دي أبداً لا أنا حاعمل كده يو هتفتكن إن أنا ممكن أموت نفسي عشان حتسيبني لا أنا خلاص عرفت إن كنت حيزني في حياتك بس من غير أي مشاكل تعيس تعيش حياتك وتتهنى بيها وتفرح بيها من غير ما تفكر في أي حد أنت اللي عملت المشاكل دي كلها أنا عملت كده عشان بحبك عشان بتحبي نفسك مش عشان بتحبيني الحب مش إنك تبقي جنبي اللي بتحبيه لأ الحب إنك تحاولي تخلي الحب دا يعيش وأستمر حتى لو كانت تمن إنك تبقي بعيد دلوقتي جاية تديني نظريات وجهة نظرك في الحب وجهة نظر ونظريات دلوقتي كلامي مش عاجبك دلوقتي بقول أي كلام واضح إن كنت غلطان من الأول يا الله أنا مش عايزة شوفك أنا بكرهك وبكره اليوم اللي شفتك فيه أنت عمرك ما حبيتني أنت حبيت نفسك وبس نع yell هو عنده ح verdi يا إكترك أخذ ابني كل يوم في حضني وابنه ده اللي كان بيتمناكي عايزة يقولك إيه؟ تعالي حقاعدك إنتي وابني وتتصلح وننسى كل اللي اللي فات ويعمل إيه هو نفسه؟ مش واخد إله؟ كنت عايزة يعمل إيه؟ أنت معايا ولا معايا؟ أنا مع الحق يا سمر وانت غلطتي غلطة كبيرة قوي وأنا حذرتك قبل كده كتير فيش قدامك غير إنك تفكري وتلاقي حل عشان تقدري تحافظي على حياتك وتعيشيها بشكل أحسن أنا تعبانا قوي أنت عارفة؟ لا لا كنت أنا تعبانا قوي مش قادرة وايブ سمر سمر إيه يا كميليا؟ سمر مالح? لا تلعيش يا نجلية الدكتور طبيني عليها وأنا هتت이면 كويما بإزني الله أسلام عليك ماكذي تعالى który عادي بغلنا عليك كتير قوي إنت فين؟ أنا آيش فيه إيه؟ لكن בא�م أسiceless تعب هذا قوي يا إيوه مش عارف أقولك إيه هو فيه أنا مش فاهمة ولسه يكون فيه من بينا مقدمات ما تقولي ابنة عبان إنك لا بيقول عنده مرض خطير وملوش عليك طيب ما تروح له أنا هعض نهاردة يعني مع سمر هنا ما تروح تطمن عليه ما تعضش البيت لوحدك يعني أنت مش هتبقى إيه إغسى عليك أتبقى إيه بس طبعا لا أنا أروح له أتطمن عليه وأنا أعلم إنه لو ما فاشح راك بورده هيجى أتطمن عليه بنفسي يلا روح مستني إيه بس أنا بحبك أوي و أنا كمان أكتر روح أنا هدخل أتطمن على صمح أنا لازل أقعد تحت في الكفتيريا أرفعونه طب ما أنا كمان أرفعونه ما تيجي ننزل معد التكلم مع بعض تحت شوية أعيز أعرف شوية حاجات لا أنا ما عنديش حاجة تانية أقوله لي أنا كل اللي عندي أقولك عشان كده لازم أنزلها للوحد إيه بيه؟ إيه بيه أنت فين عاملة إيه؟ قول إيه اللي بيت عاملة إيه بيه؟ إنت فين من إمبارح يا سيدة؟ يوه هقولك بعدين بس طمني عليها يا كويسة متلاقيش يا جوا في قطة كويسة طيب إيه ده؟ بقيني جيت فوقت مش مناسب لا، مع كلنا بنيجي متأخر يا سيدة ننزل وأنا قلت لك أنا أعيزك طب منا يا ما كنت أعايزي على إذنك يا سيدة أعملي؟ اجري ورقة ورقة متأكدة أنك مش كذاب لا، ما كذابش يا كامالي ولو كذابت عندنا كلها أمري ما أكدب عليك أنت يعني عزت يعني عزت يعني عزت وأنت عايش عليها كامالي نعم مش معقول مش أخد بالك من كل حاجة بتحصل حوالي حتى لما حد بيجي ينبهك ويلي يخد بالك تعملي برضو أنك مش أخد بالك ما كنا عليك مقفول مش عايز أصدق إنه بعدي لو أنت لس بتحبيه ابن عملتي بس باعك مش قادرة استوعب كده كامالي أحمد باعك من زماني بساعة ما جريتي عليها والتي دم أنا أخوتي ترمينا في الشارع محتاجين الفلوس وأعمل فيها عبيد ما عندهم عافلوس كتير أوي مردش يدفع ومعلمين اللي دفع أنا؟ أنا اللي دفعت ما قلتش لي؟ عشان بحب عشان بحبك بحبك يا كامالي بحبك من زبان ما كنتش هينفع أول ما كانش هينفع أول ما أنا بحبك حتى أما روحت دفعت الفلوس وجيت فرحة نزل أطفال أقول لك ما الفلوس تدفعت قلت لأحمد لأدفعها سكت وعند كنت بها تحرق من جوا صلت كيف هي علي أن أشوفك فرحانة مش مقصدومة في ابن عمتك تحس أن أنت معايا وهو معاك قلت يمكن قلت يمكن في يوم اللي هم يحس بيامتك لكن لا أسف هو أمرا ما حس بيك موسيقى موسيقى أنا أريد أن أذهب بعد كل ما ألتغل لماذا لا أذهب؟ ممكن بحب أتوقع معها شوية كان ديت بأخر مرة نقض فيها مع بعض الوحدي موسيقى 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 مش قادر أبص في عيني موسيقى أول مرة أحس إن في حاجة خرجت من قلبك وتحويتني عايزة مش لإني مش مصدقة لإحساس اللي حسيته دلوقتي وخايفة كمبخد عن نفسي مرة دا اللي زي وجيه ده أكيد محتفظ بكل حاجة يعني مش فهم اللي زي وجيه ده حاسس إنه صايع كزانوفا وتلاقيه بقى بيحتفظ بالحاجات الخاصة بالبنات اللي يعرفها وده يهمنا في إيه بس يا مونة لا ده يهمنا ويهمنا كمان ما هو لو يعرف البيت اللي اتجاوزت الوزير إياه دلوقتي يبقى ليهم صور سوا فيديوهات خاصة فيديوهات عامة وأكيد هو مش عاوز حد يعرف عنه حاجة ده غير إنه ممكن يكون كمان في مكتبه حاجات خاصة وأوراق توديه ستين ده حكاية البينات دي أنا متأكدة منها دعاية الوطي والنبل أنا متأكدة إنه أو أي حد يعرفه سواء راجل أو ست ماسك عليه حاجة طب إحنا عاوزين نوصل للمكتب بتاعه في الشغل ومكتبه اللي في بيته عشان نفتش فيه مشي دي سهلة سهلة إزاي؟ لا أسيبها علي بقى أنا هعرف هو هو وصل للمكتبه هنا وهنا كمان يا لهو يا مروة أوقي بس يا حبيبتي تعملي زي الأفلام العربي القديمة وحياتك عندي لعملك أفلام جديدة مرة دي دي تعمل إي يا سامح؟ من تلقى في الباب؟ او أنا اللي أفله ذي pushes لا.. مش هطين الباب ما قلني ه 확실히 المفتاح؟ شدك المفتاح يا شيم كنت عittت للك انت ماري! لها Yahoo !! مش هتزيك المفتاح يعني؟ مش هتخرج من هنا هتحبسيني؟ اه هحبسك مش هتخرج لما دكتوري يجي ويشي حلوة بتحزي تقنعيني انك خايف علىه وقابلي الدكتوري مش عايز اقنعك بأي حاجة قول اللي انت عايزه المهم اني هعمل كده هات المفتاح يا هاي تانيين ما حاقتيني هات المفتاح ايوهاي سامح ايوهاي ما اقولك مش هتخرج من هنا انا مش هتزيلك تخرج اعمل انت عايزه وصلحك اتنوتني اه شفتي شفتي تحزين اضرابك ها؟ عشان البوليس ييجي ويرميني هاني في السجل عمري يا فكرت كده طول عمري افكارك زبانة لا اعيتني انا وانت افكارنا زي بعض على فكرة بس انا حبني ما فكرت اقتر فكرت اتدمر بس اه شفتي اديك ما نسيتش عوزة ما بتكوني هات المفتاح نسيت يا سامح ايه فجأة؟ لا مش فجأة ما ليه السبب بقى ايه هاي استعرف السبب؟ اه انه ما عدليش غيرك يا سامحة كل حاجة روحت مني خلاص ما عدش لها غيرك اول مرة اخد بالي اننا متجوزين انه كل واحد فينا ليحق عدتاني انا فكرته انا ليه عملت كده من الاول ليه مشيت معك في السكة غلط ليه مشيت في السكة كلها شر كان ممكن من الاول نمشي صح كان ممكن كل حاجة تحصل كويس تفاكرا انا هتصدق التخريف اللي انت بتقوليها دي؟ مش مهم تصدق يا سامحة انا عارفة ان كده كده تاريخي كله معك زي الزفت مش مهم تصدق بس انا مش هسيبه تفاكرا انا عارف ليه؟ انا ظني هتقولي عشان بتحبيني لا انا مش هشان بحدي مش انا انا محتجي لك انا محتجي لك انا محتجي لك يا سامحة محتجي حسنك جمبي ت 과ي baseline محتجي لك تهري أسند عليك واتطم اي دبا ان شاء الله؟ انت ناوي تمشي ولا ايه؟ ايه؟ هتروح تعيش عندها؟ ممكن لما اتكلمك لو سمحت ترد علي احنا في مشكلة ومشكلة كبيرة ولازم يبقى لها حال ابنك لغاية الوقت ما يعرفش لكن مسيره يعرف وبعدين؟ انا اللي عايز اعرف وبعدين عايز اعرف سيادتك كده رايح فين؟ ايه؟ لما انا ارجع سيادتك تمشي؟ ليه؟ رجوعي مش على هواك؟ انا عمري ما طلبت منك تسيب البيت وانت عارفة كويس قوي انك نطربتي مني اي حاجة انا حنفزها اه طبعاً على اساس ان انت راجل طيف وعادل وعمرك ما بتزعل حد خالص انت عايزة ايه يا سامة عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة يقول ان كنت راجل وحش وغلطان طيب يا ستي انا راجل وحش وغلطان وانت ست زعيد فل انا السبب في كل اللي حصل ايوة انت سبب في كل اللي حصل عارف ليه؟ ليه يا سامة؟ وليلي ليه؟ ايه كان وحش في حياتك؟ ايه لمنعك انك سستمتعي بحياتنا مع بعض؟ اسألي اي حد من صاحباتك كده؟ هتقولك انها كانت تتمنى ان جوز هيطلب منها اللي انا بطلبه منك ياه ما قلتلك نسهر ونفسح ونسافر الهيال كبره خلاص ولازم نعيش الباقي من حياتنا لا معلش انت كنت بتطلب مني ده؟ ونفسك اني اقولك لا مين قالك كده بس؟ مين قالك كده؟ انا مش صغيرة انا عرفك كويس يا ستي كنت جاريني؟ خديني على ادعائلي جايز حتى اتقربيني منك؟ انت اللي كنت بتبعد عني انت اللي كنت بتدور على اي حاجة تبعدك عني وكنت عارف ومتأكد انك بتطلب مني طلبات مش من اهتماماتك وليه يا ستي بس؟ ليه ما تكونش من اهتماماتك؟ ليه؟ وليه انا ادور على اهتماماتك وانت ما تدورش على اهتماماتك؟ ايه التفكير ده؟ هي حربة حنشوف مين هيكسب؟ ولا اخناقة حنشوف مين هيكسب بالتاني ايه؟ انا طلبت طلب وانتك ممكن تطلب اللي انت عايزها انا عارف ان انا مش هارف اغلبك ممكن بقى سيادتك تقولي رايح فين؟ انا مش رايح لها زي ما انتي فهمها انا مسافرة محتاج اغتاح شوية ابعد اه اصدق تهرب زي ما بتهرب على طول اسلوبك ده؟ ده بالذات هو اللي بدا يقني منك وبيخلينا عايز ابعد من الواضح ان انا اي حاجة بعملها دلوقتي انت ما بتحبهاش سماء سماء انا مش عايز اهد البيت ده انا حسيب سماء خلاص ما عادش ينفعي بقى فيه اي علاقة بيني وبينها بس الاسا فيه مشكلة اي هي؟ سمر حامل مين دي اللي حامل اهو؟ سمر؟ حامل من مين؟ منك انت؟ سمر اللي انا بحبها؟ ان انا كنت باجه احكيلك واشكيلك وانت دايما كنت بتنصحنا اقرب منها ازاي سامرة اللي بتشتغل عندنا في الدار ازاي بقى حقيقي الكلام ده يا ماما بقى انت بتكلم جده ولا بتعمل كده عشان خاطر ماما تعيش معنا في البيت وتسجلك بالبيت وتمشي لو انت بتفكر بالطريقة دي اثبق قلطان سعيد تعال معايا حبيبي اجي معاك فيه انت اللي كنت تحتاج معا عشان تخطب يولي صح ولا غلطان ولا مار مش لا مار راح تقول لها ان انا عايز اتجاوزها ابونا انا على طابي ها لحظة واحدة يعني انا طول الفترة اللي فاتت دي كنت بطلب ايدين مرات ابويا اللي هي حامل دلوقتي في اخوي رد علي بابا اقول لي ان انا غلطا رد علي انت حملت ايه انت تجاوزت البنت اللي انا بحبها وهي بقى بمفروض انها كانت بتلعب بي انا وانت يعني لحد ما تشوفوا الراس الكبير انا ولا تعمل ايه وطبعا الكبير هون بيقش ليه ليه وعشان ايه انت مش شايف انت مش شايف اكبر منها بقى ديه انت مش عارف انت عندك كم سنة وهي كم سنة هي دي بقى الدنيا الجديدة اللي انت نفسك تعيشها انا اخر حاجة تصورتها انك تطلع اماني بالشكل ده سايد انت راي فين يا حبيب لا حاجش دعوا باين اعجبك كده اعجبك اللي بيهصل هنا ده كله منك يا سيف روح ياسخ منك لله ويتش عارفة لو واحدة دخلت البتة هنا تاني بيهصل الى الطيب انت؟ دحكت على الامن قلتنا من احنا تخطبن عشان كيزا بني قطلع بصراحة مش عايزها الفرصة من ايدي مش عايزة بقى عبيطة تاني والفرصة متجيش غير مرة واحدة بس وكل فرصة ليها تمنها وبصراحة بقى مش مهم التمن هتدفع المهم ان الفرصة تستاهل صح؟ صح جدا وبعدين بقى انت مش اي حد انت وجيه باشا يعني لو اي حد في الدنيا عارف ان انا عرفك او حتى قربت منك او عارفك معرفة شخصية هيموت من غيرها صح؟ صح بس انا بقى ازعلانة منك يا واجيه لا بس اخد بالك انت اللي غلطانة حتى لو انا اللي غلطانة ينفعت اتعامل مع واحدة ستة كده؟ شكلك ما بتعرفش تعمل مع ستاتي حلوة اوي طب ما تعلمين انت؟ مشي نتفق لا ما انت عارفة انا ما بحبش الشروط ولا انا مش باشرة عليك انا عارفة انت عايز مني ايه؟ وانا كمان عايزة منك حاجة فكل واحد فينا هياخد اللي عايزه من التاني جميل ممكن اعارف فقى انت عايزة مني ايه؟ عايزة بقى مارو عبدالعزيز اكبر صحفية في مصر ومن بكرة والتمن الليلة؟ ايه الليلة؟ ده انت اتغيرت ايه وامارو بني وبينك قابلت شخصية مهمة جدا ان عارضة قالتلي ان انت معرفتك مكسب وممكن ما تتكررش تاني ولما بتاخد موقف من واحدة محتاج 24 ساعة عشان تنسى الموقف ده بس تسبيع نفسك لحد الساعة الاخيرة طيب ممكن اعرف مين الشخصية دي؟ راناهاني وعزمتنا انا وانت النهاردة على العشر ممكن؟ صدل يا دكتور الحالة صعبة انا شايف اني لازم يتنال المستشفى طيب مش ممكن يبقى معانا هنا انا انا شايفة ان الرعية هنا ممكن تبقى احسن امكانية المستشفى احسن هو هو بابا عنده ايه؟ بداية جلطة اصرت على رجليه لكن ان شاء الله حيكون كويس هنزنه اتفضل يا دكتور انا السبا انا اللي دخلتها البيت هنا انا اللي خلت بابا رحبا انا السبا انا اللي دخلتها البيت تنظيم ترى السبا تحقرة تريدينها وقتها تريدينها يا بودا تركك تنظيم الميلي بخبط كده ده حاضر سوائن هذي يا رب هي فين هي مين دي أختكم سمر هانم مش هانم وبعدين عيب اللي انت بتعمله ده قاديك يا سيدي عرفت ان هي مش موجودة تفضل برا بق لا والله بتعملوها على أصلكم انت تعملتوا في دماغت مخبينا عفقاني قوضة بقى انت بتعمل ايه يا أستاذة سمر انت قليل الأدب ولو ما خررت مش من هنا دلوقت يا حامل انا حطلب لك البوليس البوليس اه وانت توقفين اطلع برا انا مش منقول من هنا اللي ما معرف ودتوها فين ولا هي عندها طلعة تسد عنك ايه اللي ادب ولو ما اطلعكش دلوقت يا هلمي عليك الحارة وهخلي اللي ما يشتري يتفرق انا بقى عندي استعداد انك تلمي عليها الحارة وتخلي اللي ما يشتري يتفرق ياه مخلاصي ليه ليه ما تخليها تصوت تخلي الحارة كلها تعرف ستة سمر هانم الرئيقة عملت ايه يعني انت حقبك اللي انت بتعمله ده انا مش منقول من هلال ومعرف هي فين سفرت سفرت كده من غير ما تاخد اذن جوزها ولا رأي يا حبيبها سفرت يا سيدي ومش راجعة هنا تاني ممكن بقتت لها برا؟ يعني ايه يعني تفشت؟ اه تفشت يا خوني تفشت يا عامي ماشي انا هعرف اجبها ازاي يالا في ستين داهية وحزارة مد رجلك هنا تاني يا علي الادب وبعدين في المصايب اللي عملت تتحدف علينا الديارة وبعدين ايه ده؟ انت لسه صحية يا اختي رج علي ايش حال ما انت عايشة في ملكي؟ سبيني في حالة انا مش نقصاك ومين سامعك يا اختي؟ انت الواحد خلاص تعب من الدنيا دي اه معلش لا مو اغزة سامحين كان مفرض اشكورك انك وقفتي معايا وقعدتيني هنا طب انا هقول لك ليه؟ عش الكلام اللي بيتقال انا مالي يا اختي بالكلام اللي بيتقال اذا كان الحكومة طلعتك انا بقى اللي حد تهمك بس انا على زمة قضية كلنا يخشي على زمة القضية استمي بس انا عفهمك اوه مش كل واحد سينة عنده حاجة كده في دماغه وعايز يعملها يبقى زي ما بيقوله عنده قضية وترامى بقى لسه محققهاش يبقى على زمة القضية ايه الكلام الكبير ده يا جمل ايه؟ ولا كبير ولا حاجة الدنيا يا ما بتعلم بس انا بقى عايزة اسألك سؤالي تحت امرك انت ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنت عايزة اقيم الدنيا؟ ايه اللي خلاكي ما تعشيش مع جوزك على الحلوة والمرة؟ ايه اللي خلاكي تسمعي كلام الشيطان وتعملي العملة اللي انت عملتيها دي؟ كان نقصك ايه؟ وانت يا فريال كان نقصك ايه؟ بيت ملك وحارة كل اللي فيها بيحبوكي واذا كان عالجواز انت ميش وحشة الفة مني اتمناكي بدلا ما كنت رامتي نفسك الرامية السودة اللي انت فيها دي؟ مس بيهاش يا جملات اعمل لها ايه؟ مش انت سألتيني؟ انا حجه بك انا كنت طماعة قوي عمري ما حسيت بالحاجة الحالة ولا في ايدي؟ كنت عايزة اكبر واعلى واعلى كنت عايزة اخد وما اديش هتستفدي ايه؟ عايزة ايه تاني؟ ده احنا في الاخر هنروح للطراب والقريب قبل البعيد هيبعايز يخلص منك قبل ما ريحة تطلع انا كنت عايزة كل حاجة على الجاهز كنت عايزة اللي يتعب ويشق ويجيب وانا يخد كنت عايزة اللي يبني السلم وانا اطلع عليه طب وبعدين؟ كل واحد بيدفع تمن اللي عمله والطريق اللي واحد بيمش فيه بيكمله لغاية اخره اوعس بيها يا جمالات شديها من شعرها جبيها عندك خديها في حطنك فاهميها ان الطريق ده اخريت وحشة طريق مزدود واحتخسر القريب قبل البعيد انا خلاص محطش قادر عليها نورتني يا وجيه باشا والله ليكي وحشة يا مدمر انا فينك من زمان؟ ثمان ايه بقى ما خلاص لا ايه وعتولي الكلام ده خلاص ايه انت ليسه زال امر لا لا ما تتحكش علي على فكرة نزعلان منك او بتعرف يا مروة؟ كان كل يوم يجي يسهر عندي قسانا الوحيدة اللي اعرف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه لا بس مش انت لوحدك البلد كلها كانت بتسهر عندي خلاص باعا ما تفتحيش عين البنت لا اتمن يا خلاص عينيها فتحك ايه وعنى افتكر انه مروة دي سهلة لا 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 دي تلعب تتعلم بسرعة اوي والله وانا كمان حدرتلك القادة وجبتلك كل الشرب اللي انت بتحب اوه ما انا شايف فهم عني كنت بطلته والله لا 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 بطلت بطلت ده ايه ده انا بقالي سنين ما عادش انا وانت نشرب كده إلا قولي يا وجيه هو أنت لسه بتنزل في نفس القوتيل؟ طبعاً وأنا ينفع غيره يعني مش ممكن يا وجيه بس للرجل ده مزجانجي على الآخر كل ما يتجوز واحدة ينزل في نفس القوتيل ونفس القوضة ويا تارى بقى هم كلهم صحفيين برضو؟ والله مش عايشين اتكلم في الحاجات دي كتير يا جماعة بس هم فيهم دلوقتي يعني سيدات مجتمع وزي ما تقولي كده ناس مسكة مناصب حساسة او في البلد اخوف منك هخاف تبعني بصراحة اعيب عليك انا عمري قلت حاجة ورجعت في كلامي بصراحة لا طب قوم لي بقى هتعملي ايه طيب ايه طيب هقول لك حاجة هتقيدك يلا هتقيد بقى انا الجاكر بتاعك دي عشان ترقص براختك يا جميل على مهلوك وعلى دينيا ايه 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 تعالى بسرعة المفتاح ايه عشان بايوا هكيلي طب يلا بسرعة ايه مونة نص ساعة وستنيني قدام مكتب وجيه هعمل نسخة مفتاح وجيلك بسرعة بسرعة ايه اسم اصلا يا باوي يا باوي يا باوي يا باوي خدوا العربية خدوا العربية فتولي خدوا العربية فتولي عايزة تطلب منك طرف يا واجهة تفضلي نحتى أمر متجاوز مش انت اللي قلتلي ان انت بتحبيني وعايز تعيش معي؟ بس انت عارفاني يعني لما بطلب الطلب بطلبه مرة واحدة بس معلش يا سيدي اتنزل شويتين المراد عايزة حس ان انا بعمل حكة وانا مش مخصوبة عليها وانا ممسوطة فيها ومرتاحة وبعدين مش يمكن انت حبيني القوي بعد الجواز ومتقدرش تصغن عني الله الله ده انت شكلك بغيارة فالس قلت ايه؟ خلينا في اللحنة فيها احسن طب بقولك ايه؟ هم؟ تعال انا وعد مع رانا با عشان ما تبقل بس نا تتقمس ايه؟ ما تقلقيش رانا دي حبيبتي وبعدين يعني انا جيت هنا عشان خاطرة عشان هي اللي اتصل الباق انا كنت زعلان منك قوي معلش تعال انا بس انا هابقى صالحك خلينا شوية ايش 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 ايه؟ ايه؟ بالفعلة ما اسعد ايه طميني اقول اطمينك اطمينك شكرا جزيلا ايه الله 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 في ايه؟ تعالى شوف تعالى شوف بنفسك تعالى اترا في ايه تاني ايش 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 تحضر العودية بال occasionally اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي زيك لازم يتلمي في السجن يا واجيه ويا حبيبي لو في حد بيسندك ده عشان عايز البلد ما تنضفش بس البلد مش هتنضف إلا ما تخرش السجن زمان فيديوهاتك دلوقتي على اليوتيوب مالية الدنيا عارف الفيديوهات وإنها واسقة إنها تعمل أعلى نسبة مشاهد باي باي ناشي ناشي يا بني تفيل باي ألو أيوة يا مروة كله تمام أوكي باي حبيبي حبيبي أيوة في ديني ليك علي حابة أرده لك ايه ديني انت يا كيبت هزاري مفيش بين اي اتنين بيحبوا بعض حاجة اسمها ديون لا يا حبيبي إلا ده لازم أرد أيوة يعني اللي هو ايه يا بنت الكلب عشان تعرف ان انت واطي وحقير واسبالة مش بتقول علي ان انا ناكرة ومنفعش اكون صحفية انا هوريك هامد فيك ايه اللي زيك لازم يترمي في السجن يا ماجيه ويا حبيبي لو في حد بيسندك لعشان عايز البلد ما تنضفش بس البلد مش هتنضف إلا ما تخرش السجن زمان فيديوهاتك دلوقتي على اليوتيوب مالية الدنيا عارف الفيديوهات؟ ولا موسقة؟ إنه دعمل أعلى نسبة مشاهدة باي باي ماشي ماشي يا بنت فيه ايه ده؟ انت اللي مصحيكي بادري جدا؟ لا أبدا اللي لا أبدا؟ أكيد في حاجة يسيبك بس من اللي أنا فيه أنت بالذات ما قدرش هسيبني منك؟ ماكدي ما كلمنيش من مبارح وأنا صراحة لأنا طب ما تطلبيه بالتليفون؟ ما لأ عشان هيحس إن أنا عايزة هيجي وجايزة نوه كمان يسيب ابنه اتصلي بيت طميني عليه وعلى ابنه أنا عبرده لأ هو هيحس بي منك صوتي ومن كل حاجة وأنا مش عايزة يسيب ابنه هيحس بي ويحس بي إيه الحب اللي مقطع بعضنا؟ أنا بحس بمجدي وهو كمان بيفهمني وبيحس بي قوي يا كاميليا أنا وماكدي مش اتنين بيحبوا بعض وبس إحنا نصين لقوا بعض طب بعد إذنك حقوم أعمل في نجال القهوة عشان عندي نص من عقني ممكن نبطيله ونرجع نكمل الموضوع المهم بتاع حضرك أوكي؟ مش هتأخر على فكرة أنا قررت أسافر خلاص تسافري؟ تسافري تروحي فين؟ أجلس المفروض تمتحي إلا أنت مش هتروحي الشغل ده تاني على فكرة أنا بيحب شغل جدا وحسة أني هكبر فيه في يوم الأيام طب ما تستاني واشتغلي معي؟ لا ده قرار وأنا واخده خلاص أي أنا شوام أنت هتكباري فيه إزاي يعني؟ زي مونة أوه زي مونة هيا مونة مش كانت بتنزل تبيع في الشارع؟ مش كانت بتلفه في القهوي؟ مش كانت بتطلع على البيوت وتخبط وتقول اللي عايز يشتري؟ دلوقتي بقت إيه؟ بس ده غير المونة كانت تعمله لا هو ده لأنه كنت بعمله اللي عايز يكبر ويشتغل بيتعب بيتعب لحد ما يطلع عينه ويوصل اللي هو عاوسه على فكرة أنا حاسة بقى أنك في يوم من الأيام حتبقي مديرتي الفندق أنا فرحانة بيكي جدا على فكرة إحنا فينا كلنا من بعد بس إحنا اللي كنا مزغولين كل واحدة بتدور على نفسها مونة عندها حق بس أنا اكتشفت حاجة مهمة قوي الواحدة عشان تحس بنفسها لازم تحب عالتها قوي لازم تحب كل اللي حواليها لازم تحلم لبعيد بس وانت يوقف على أرض الواقع لازم لما تحصل لك حاجة تحس بيها قوي على فكرة باي جماعة كمان يا عندها حق في كل حاجة بتقول لها وعايز أرلكوا حاجة كمان أنا عمري بحبيت وجيه ولا حتى متحط أنا هدفي كلها معروفة إن أنا أكسب فلوس كتير وأعلى مش أكتر عارفين يا بنات أنا اكتشفت أنا بحبي مين وما كنتش أعرف مين مين عادل لإنه كان بعيد قوي كان عامل زي النسمة اللي بتعدي بسرعة وخايفة تحس بيها كان عامل زي تمشية البحر فيه ومنتز علينا مش عايزة تسمعي صوت أي حاجة برصوت البحر أحمد أنا عمري ما حسيت بي كنت معالة إني حاسة بالأمان كنت خايفة إن بابا يمشي فكنت بدور على أقرب حد اللي هو بمسك فيه بس أنا اكتشفت حاجة مهمة قوي إن لو فعلا حسيتي بالحب الحقيقي ما يهميكيش أي حد ولا أي حاجة ما يهميهاش غل إنها هتروح للي بتحبه وتقوله على حقيقة مشاعرها حتى لو كانت اكتشفت الحب ده متأخرة معنى كده إنك هتقولي العادل إنك بتحبيه أه هقوله وفي حد تاني حيروح يقول إنه بيحب بيحب قوي قوي كبير موسيقى موسيقى تساس أجيب؟ نعم تفضل معكم تفضل معكم فين؟ تفضل أنت تعرف تعرفين أنتوا جاهلين مين أصلاً؟ تفضل هو عريدة وعزة جلال الله يا بابا حاصل دلو على الخطوة العربية من لي فيها موسيقى إيه؟ مش عايز تقول حاجة إنت كمان؟ على فكرة بقى أنا ببقى قاعد في قطي فوق وأعرف إيه اللي بيدور في كل بيت من بيوت الرجالة بتوعي واللي سوال شمال طمعت يا خليلة والله العظيم أبدا معقولة هقعد الإيد اللي اتمدت لي بالخير الفلوس جعل لنتك أكثر من أنت مجدولة يا بجا أقسم بالله ما حصل ما حصل أنت عارفة البضاعة اللي خطيها دي تملها كم؟ ما سرقتهاش والله ما سرقتها لا ألا كده كدام يا بيه معقولة معقولة هضر النفسي وابدي بإيديه دمال احكيلي الحكاية من أولها كده خليلها باشا سرقت العربية بالبضاعة اللي فيها عشان تبيعها وتكوش على فلوس الوحديها وتحطها في عباها عشان تأمن مستقبلها ومستقبل ابنها خصوصا أني بتولي شايل من ساعاتك شوية وليه بقى شايل من ساعاتك شوية أنا مش عارفة ليه كل واحد بيعمل نفسه مش شايف الحقيقة كويس وفجأة خد باله يا مال طلع مخلص عنك قالوا أنا لركبتك على كله كلاب بعيد عنك سألنا أنا يا واطية واطية اي تقتلين مخلص يا لون أفتك 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 يا أفتك 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 اشتركوا في القناة 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 لا يوجد أحد هنا لا، الكل خارج تفضل ماذا فعلت؟ تمام وقال لي تمام قصدي هاني، ايه غبار الولد؟ مطميني عليه لولدت عبنة وغانت لي وامه محترة فيه والدكتور لما عدت معه مبارح في المستشرة مطميني جعله خالص هو انت أبيت تفين مبارح؟ انا بس ألقانا، كنت عايزة تطمن عليك مع ابني في المستشفى انا عارف انك زعلنا مني عشان كنت المفروض اتصل بك مبارح وعارف كمان ان ما فيش حاجة تمنعني ان انا طمنك علي بس الحلال اللي كان فيها ابني مبارح في المستشفى تخلي ايه اب ينسى الدنيا ما فيها المهم هو الأخبار تعبان وغانك ليه تعبان وأنا مش حاطر أسيبه الفترة اللي جاية دي ومين اللي انت هتسيبه؟ انا عارف انك هتستحميل اللي جاية بس انا حبيت أقولك يعني لان انا هقوم مع الفترة الطويلة قوي للحط بتطمن علي قابلت ممتو هو انت عالقانا من حاجة؟ لا انا مش عالقانا خالص انا بس جواي احساس كده مش مخليني مستريحة ايوة اللي هو ايه يعني؟ صدقانا لو عارف كنت هقولك طيب لما تعرف الاحساس اللي انت مش عارفها دا وقت جريت تبقى تقوليني عشان اقولك هو صحة والله غلط انا متأكد ان هي وساب الشيطان و انا كمان متأكد ان فيش اي حاجة وحشة ممكن تحصل بيننا بس انا بخاف بخاف للحاجة الحلوة في حياتي تروح مني زي ما بيقولوا يعني الدنيا لو بتدي حاجة حلوة قوي بتاخد حاجة احلى هم مين دول اللي بيقولها ناجي فيه ايه بقولك ابني بيموت سيبك من الكلام الفاضي دا طيب انا عايز ازور ابنك عايز اتطمن عليه حتى لو طلقتها تبقى موجودة بشكل مستمر انا مفيش بيني وبينها اي حاجة وعلى حسب علمي هي اللي قررت تبعد وهي طلبت الطلاق فخلاص فخلاص عايز اتطمن على ابنك اللي هو حتى مين زي ما انا كمين بيت حتى مين ولا ايه طبعا طبعا طيب انها من الشي بقى طبعا 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 الله عليك قربت كل حاجة في ايديك يا جمال ما حصل إيه دكتور أنا بلغت البوليس وحققوا معاها هي وقد طلق ناري في دهرها يا صورتي وهي كويسة دلوقتي عاملة إيه هي كويسة بس بس إيه دكتورة كامير للأسف مش هتقدر تمشي تاني خالص يا عاملة إيه دكتورة يا عاملة إيه دكتورة ما فيش أمل من الأسف يا عاب السرعة دي لازم أنا اللي أسأل صح؟ لا خالص أنا أسمعت خبر مش كويس اللي هو أنك قدمت استقلتك من هنا فعلا ليه؟ في حد دايقك وليلي بس أنت عارفة أن صاحب المكان صديق شخصي لأني قررت مش عايزة أي حدا تربطني بك قررتي؟ وأنا مش من حقيقة أعرف القرار دا ليه؟ أنت عارف أنا هعرف منين؟ أوكي أنا لا يمكن حقبل أني أكون زوجة الراجل مجرم مجرم؟ مين اللي قالك الكلام الفارق دا؟ مش مهم مين قالي المهم أني عرفت بس أنا مش مجرم يا كاميلي لا مجرم والحمد لله أني اكتشفت في الوقت المنزم أنت فاهمة غلط لا فاهمة صحا بس أنا بحبك يا كاميلي أنت بطرر تحب أنا مفيش حد في الدنيا دي يعرفي حب زي أنت؟ أيوة أنا وأنت أكتر واحدة فاهمة كده كويس عن إذنك لو سمحت لو سمحت لو سمحت اسمعيني كويس أنا ممكن أضحي بأي حاجة إلا إن أضحي بك ممكن تسيبني أمشي دلوقتي؟ مين اللي قالك؟ عادل مش كده؟ عادل متضايق عشان قربنا من بعض عادل دا يبقى ابن حتتي وتربينا مع بعض من وإحنا الزيارين هو أكتر واحد بيخاف علي آه يبقى عادل ماشا كامل يا عادل أنت فين؟ لزا إبني وينين دا جالين أنا جايلك دلوقتي عشان أقولك إن عبدالله مش هيرتاح مير لما حبل المشنقة تلف حبل درقابتك حبل المشنقة إيه؟ هو أنا عملت حاجة؟ بابا خلاص الله يرحمه أنا كل اللي ههميني دلوقتي إن أخد حق ابن عبدالله سجنك مش ههمني في حاجة خلاص وبعدين في الأول وفي الآخر يعني تقومي مراتي اللي بحبها اللي بتحبها ولا اللي عزبتها يا مروان؟ كل قاعد فينا غلط غلطة وبيحاول يسلحها وهو أنا بحب مراتي ومش هسبها وبعدين برضو أنا مش عايز ولادي يعني لما يكبروا يتقال إن جدتهم عادل تجدهم انت عايزني يصدق الكلام دا؟ ما قدمكيش حل تقيني لازم تصدقيني دا لو عايزة تخلاصي من عبدالله يعني نرجع في نفس الوقت حقنا انت حرة فكري زي ما انت عايزة ميرا؟ إيه مش هتقولي تفضلي؟ تفضح لي طيب عملا يا ميرا؟ وانت يعني سألت عني عميرا أنا أسفل بتعرف انا كنت عايزة إيه فترة اللي فاتت ديحة ميرا يا معلش أنا مش قادرة أتكلم في أي حاجة لا لازم تسمعيني على فكرة لازم تسمعيني أنا ما باقليش غيري كتكلم معي وانا ما باقيتش قادرة أتكلم ما باقيتش قادرة أتكلم وما باقيتش قادرة أسمع أي حاجة مش قادرة تسمعي أي حاجة هو انت هتفضلي عنانية لحد إنت انت لحد إمت هتفضلي عنانية ما بتوكرش غير في نفسك بس خلاص ما باقيتش باقيتش عارفة أنا عايزة إيه خلاص ما باقيتش عارفة أنا عايشة ليه أصلي باقيتش عارفة أنا عايشة ليه أصلي باقيت بدور على أي حاجة أعمل نفسي بحبها وعايزاها وأعمل نفسي مستعدة ضحية عشانها بس عشان هتستني موجودة أنا عرفت ليه بابا كان باستحمل أي حاجة مني عارفة ليه؟ ليه؟ عشان كان بيحس بالحياة كان بيحس إنه عايش لما يشوفنا ويضحي عشاننا وأنا اللي كنت فاكرة إنه مش عايش لكن حياته دوعد إنه بيتحك على نفسه أنا حتى قلت له كده آخر مرة شفته فيها أنا اللي ما وده أنا اللي ما وده بابا يا ميرا قابلت وحاجة ويه؟ وعملت وحاجة ويه؟ بتعرف أنا إزاي عايشة ومسكة نفسي قدينك كده؟ أنا عايشة كده عشان أنا أنانية زي ما انت قلت علي هاي؟ أحاول أغمد أنا هي عن أي حاجة وحسن عملتها أحاول ما حسسش نفسي أني غلط فع إن كل حاجة في حياتي غلط أنا همشي تبشت رعي فين؟ من الواضح إن أنا هجد غلط ومن الواضح كمان إن محدش هاسمعني أنا أسفى يا ميرا بصدر لا أتأسفش تأسفش أنا كنت فاكرا إلا ما أجد أتكلم معك هتجديني في حضنك والتفضب علي تسمعيني بس للأسف لقيتك أنت بتشكيلي أوجهات أنا بس تعباة محتاجة أتكلم وفطفل أنا كمان محتاجة أفطفل أنا كمان محتاجة أحد أحس بقي هو إحنا ليه كل واحدة فينا بقيت في ناحية ليه مش حسين ببعض؟ عارفة أنا عايزة إيه؟ عايزة أصرخ وصوت وليما عليها الناس عايزة أحيط عايزة بابا يرجع لي تاني عايزة أقول إن الحياة حلوة وإن اللي جاي أحلى والله اللي جاي في حياتك هيبقى أحلى يا ميرا لا باش حقيقي لا حقيقي حقيقي والله عارفة لي يا ميرا أصنبابا راضي عنك مات وهو راضي عنك مات وهو راضي عنك مات وهو راضي عنك كلكم أنا الوحيدة اللي ما كانش راضي عني عشان كده حياتي عاملة كده مفيش أي حاجة حلوة في حياتي مات وهو راضي عنك مات وهو محتاجة تقولي لي أنا عارفة كل حياتي أنا عارفة ده عملت إيه لا أنت مش عارفة حياتي مات عارفة بابا لما كان عندك قالينا إن هو كان مبسوط قوي إن هو شايفك وقال كمان إن أنت قابلتيك قويس جدا وقال كمان إن أنت مسكتي فيه عشان يتهشى معيك حبيبي يا رب بالسبب اللي جائب كده إن ده ما حصلتش عارفة ده معنى إيه؟ معنى إن هو ما كانش عايز أي وإحنا فينا تشيل منك كان دايماً بيحسن صورتك قدامي كان بيحبك قوي أنت لا يرهم أنا متعذب من ساعة ما تولدت يا ميرا ساعة ما قررت أسيب بابا وعيش مع سمير كنت عارفة ده ما بيحبنيش كنت بشوف الكرح في عيني كنت بخاف منه قوي أنا صغيرة كنت بادخل قد وقفل على نفسي من جوه ونم في الضلمة عشان كنت ببقى حاسة إنه ممكن يدخل عليها في أي وقت كنت بخافة عدتي من قدامي طول الوقت كنت حاسة إنه غريب عني بس كان لازم أتعود أم كبرت كان لازم أبقى قوية ممكن شين فعض عفل لحظة أمني ما حسيت إني بني قدمة طبعية كنت تعسبتي قوي في حياتك ماذي قدرت تستحمي لي كل ده؟ عاملي كرهت أخوتي من أبويا ما شان إمي فهمتني إنهم بيكرهوني وكرحت جوز أمي عشان هو ما كانش بيطقني تعارفة ده ليه متمسكة بزيبها أظن قررت أبقى زي بابا أحب كل الناس الكويس اللي فيهم والوحش بابا كان كده هو كان صح تخيل يا أميران أبو مطرول الوقت كان صح وأنا اللي كنت شايفة غلط سدانك بنت بايخة بقى بقى أنا جاي أشكيلك همي عشان تريح لي عصابي تعود تلوكي كده وتقولي أي كلام وتوجعيلي قلبي كمان بس صحيحة أيديل أيديل إذا مالس سميرة مالس أنا لازم أطلع لسيمة أنت عارفة أنا بحاول أعالقوم الإدمان طيب ميشي أنا همشي دلوقتي لو أستقيحة أكلميني أنا موقودي شهد بس حلوة وربنا حلوة بقولك إيه إنتي من كم يوم كده شفت معاك يبتش عرها أصفر كده ونونة ونغشة ما تبت كبير أنا أحيزة في كلمتين كده واحد ديها اللي تطلبه واحد ديك زيها بالظبط ماشي يلا ابتكلوا بقى على الله عشان عايزة أعود معا نفسي شوية تمام؟ والفلوس ليه الفلوس دي معا اللي جابتوا مش معايا أنا واخدوا بالكم الحرسة يفدشوكوا بره ها علاوتك علاوتك خاجمي معلم تمضيع عامر خوانتا بعيد عليك ايه الله؟ اوعي يا عزيزة يوحيد اوعي اوعي يا سنة تكسودة يا بعيد نسوان ترميت يا ناقص نسوان؟ بقولك يا عوليا أنت التكلع الله اللي جابك هنا يلا بره بره بره؟ بره؟ بره يا ناقص ما تتردني من باتي؟ بيتك وغتك اه ماربعة واربعين أنت يا عولي بقولك ايه؟ الحكاية مش نانسة أخولها لله يكرمك أنا مذبط دماغي وعايز أعود معا نفسي شوية ربنا انتهم منك يا بعيد بتضبط حالك على حساب عمر يا ابني ابنك مين؟ ابنك مين؟ لا بلده؟ لناس يقول ايه أنت ابنك ده كان ايه؟ تتحمد ربنا انه مات وعلى فاكرة كان المفروض تموت معاه على الهل كنا خلصنا من وشك العكر يا نهرك يا سوي وشي العكر يا ناقص دلوقتي بقى وشي عكر يعني للقص بقولك ايه؟ انت من زمان وشك عكر؟ وشك من زمان يا تعال خميرة من البيت وبهدين انت عامل الغغغة دي كلها عليها؟ على متولي؟ اعتبري مرجعش اعتبري مات من ساعة مذابك زمان من ساعة مرة حشان يعادي اهو عادة اكسها الاخرة يا الله يلا اطلعي برا انت اللي زيك ملعاش يا ابن الجار؟ ياذا أحدث في叫 И Environmental كلمنا كان ينفأ مع جمال بتاع zmان تلوقتي ما نفعش ياله شوفي أي حتة تعف فيها تبعلك من تيل في إشارات ياله يا ماما برا ورحمة ابني محاسيبك إيه؟ ورحمة ابني محاسيبك الله أزها يا خليلة إنت بأعمل برة ورحمة ابني محاسيبك ورحمة ابني محاسيبك يا واطن لو شفت وشتها إيه يا خسيب يا الله والله محاسيبك والله أمور داعي لا يالك ما تشير أكل بلا ما تجيب من الآخر؟ ما هو ده الآخر؟ لا مش ده الآخر عشان تلسة ما جبتش الأول يا بكرمة على فكرة أنت فاهماني غلط لا ده أنا فاهمك صحة قبل أنا عارفة أنت لسة ما قلتش حاجة ممكن مش عايز تقول أو خايف تقول بس أنا باعي زفاهمك حاجة مهمة قبل أنا تحت عمرك يا هانم هانم؟ الله يعزك أنا عارفة أني في دماغك فيها حاجة عارف ليه؟ علشان الشيطان لما أمرك تبلح حاجة بيبقى هادي ومحترم ومؤدب زي ما أنت عملكها دلوك الله 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 ليه الغلط ده يا مروه هانم؟ أحمد لازم يتشلم الاتحاط فيه أيها بس ده مش بيدي وبعدين أحمد غلط كل تصرفاته كانت مخالفة للقانون وأنا بنفسي يا مروه نبهته بكده واللهي نبهته ولا سحلته؟ طب أقسم بالله أنت زلماني طمام طب أنت عارف بقى أنه واجيباشا داخل السجن؟ كل واحد ياخد جزائه وعارف كمان ملفات وصلت للنائب العام؟ لو غلطان يستهل الحرق في حاجة أنت مش عارفها بقى اللي داخل وخد الملفات والورق من عند واجيه في المكتب لقى ورق تاني يخص شخص تاني والورق ده لو تسلم الشخص ده يروح في ستين ده يعني شوف أنا حقولك حاجة لو معاكي الورق ده قدميلي النائب العام فورا وإلا كده بقى هتبقى بتتسطري على مجرم وأنا منصحكيش بكده أنا قلت اللي خلصني من ضميري عشان ما ترجعيش تقولي أنا منصحتكيش زي يا أحمد باشا طب أنت عارف كمان أن الراجل مدير البنك رجله جات في المحزور عشان حمار حمار ده أنت اللي تممت الصفقة حبيبتي أنا مجرد محاسب يعني خد الفلوس حطاب بإسم حمارة البنك حدتها بإسم حمارة البنك أنا أيدي نضيفة يا هانم وبريق براقة الزئب بالدم ابني عقوب طب أنا عايز أقولك حاجة تاني الراجل مدير البنك ده راجل عنده عيلة وعنده عيال وخيف على سمعته وهو بيني وبينك كده حس إنه هو دخل الموضوع ده غزب عنه لما أخذ يعني الدحك عليه لبسه الترطور وهو مستعد يعمل أي حاجة في الدنيا عشان يخرج منها صراحة أنا لو مكانه حعمل كده عارف؟ النصاب دايماً شاطر وأمركز وأخذ باله كويس قوي بس صدقني والله أحياناً بينسى حضرتك تقصدي إيه؟ المحاسب القانوني اللي أسس الشركة اللي عمل أوراق اللازمة للشركة بإسم تاني للشركة الحقيقية لأ وإيه؟ خد قروض على حساب المشروعات بتاعت الشركة وراح عمل بقى أكاونت على الإنترنت أنا معرفش بصراحة وعمل أكاونت ده عشان خاطر ينسب على البنك ولا يدين معهم يستفق صدقين يا مروهانم ده كلام ولاد الحرام كتير بالورق مش هيبقى فيه ولاد حرام هيبقى فيه ولاد شياطين وهو حقيقي فيه ولاد ما أنا قلتلك؟ مدير البنك مستعد يعمل أي حاجة عشان ما يدخلش الناش مروهانم أنت من ساعة ما جيت وانت بتلمحي بحاجات كده أنا مش فاهم قصدك منها إيه؟ والله مش عارفة كده كنت قاعدة فاضل ما أعملش حاجة قلت أمي يا بيتك يا مروه وعملتك أي حاجة مفيدة راحت لمنديل البنو قعدت معاه لقيت الراجل مرعوب وخايف طوله ما تخاش أحمد مش هيب سيرتك أحمد كل اللي عايزه إن حد يشيل معاش شيله عشان ما يشيل معاش لوحده تيه؟ بتقصلي إيه؟ أقصد إن أنا خدت الورق اللي بيأكد إن حضرتك مسؤول مسؤولية كاملة عن الصفقة دي وإن أنت كمان خدت الفلوس بنفسك مش كده وبس حاجات تانية كتير بس أنا مقدرش أقولك عليها دلوقتي بس أنا مش هصدع نفسي أنا هسمع كلامك إنت كلامك صح وأنا قلي دخل نفسيني وجيموا في حوارات كتير مش بتاعتي أنا هقدم ملفات اللي معايا للنائب العام وأنا منيش دعوة بقى تخلي قانوني أخد مجران مروه أنت عايزة إيه؟ عايزك تقول اللي فوقيك يخلق أحمد من حكاية أنت فاكرة أن الموضوع السهل كده؟ أنا عارفة إزاي أنت عتعرف تتصرف أنا متأكدة 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 يا بهي! يا بهي! يا بهي نتي قلت أكو مش أتعرفي! يا حظانتي! هو فيك أختي يومي! أختي يومي، أختي يومي! آهد، آهد.. بروح اسمع بقى اللي بقولك عليه انا سامع كويس جدا بس نستغرب من ايه؟ وانتي مخك ده ما بيهداش ابدا هو ربنا خلقه عشان يفضل على طول شايف اي بس انا مش شايف ان في اي خطر علينا يعني مش صح اللي اسمه لقى ده مسالك من جواه وحتى حنان دي جارتي وانعرفها كويس قوي لقى ده لقى ده مه ملف والله ده اخرى عندي يعني مش صح بص احنا فاضل على الموسم شهرين يعني نقدر نغير كل التصميمات اللي احنا عايزينها تبقولي احنا هنتاجنا انا وديفين يبقى خسارة كبيرة جدا لأ مش خسارة ولا حاجة هنبيعه في اي اتجاه تاني يعني ايه مش فهم يا حبيبي الله حلوة اول الكلام ده بص بقى لأ بص انا هزيبلك الشركة دي تعمللي فيها اللي انتي عايزها بس اوليها تاني والنبي كده لأ يا متحد انا ما بحبش الحاجات دي خالص بس احنا كنا ماشيين كويس طب والله ما في الدنيا احلم الحاجات دي لو سمحت يا متحد انا اللي بقولك اهو هسيبلك الشركة تعمللي فيها اللي انتي عايزها بس دلعينا شوية كده هو انت ليه مصمم تدايقني طب خلص خلص نكمل شوف بقى يا سيدي الانتاج اللي طلع ده هنبيعه للزبان بتوعي انا اما التصميمات اللي لسه حدطلع دي هنبيعها للزبان اللي انت بتتعامل معاهم الهاي كلاس من غير ما لو اي يعرف ان احنا غيرنا التصميمات لا مش فاهم مش رحيل الحاجات دي يعني الناس اللي هيتعامل معاهم لو اي لازم يتفاجؤوا ان التصميمات دي تصميمات سي وبكده لو اي حيقع في مشكلة كبيرة اوي طب والله دي فكرة هيلة انا كل افكاري حلوة اصلا مين ها مين مين دي والدة خليل الو ايوة حبيبتي ازايك الحمدلله اه طبعا حاجة يتغدى معاكي طبعا يا حبيبتي انت تؤمريني طيب ميجي باي باي تعرف اي اجمل حاجة فيك ايه دموع دي دموع دي انا كله ما بشوفها بحس ان وراها اطلب قلبي في الدنيا كنت عايزة سألك على حاجة ايه بتقيل اللي انت بتحسيه بالزبط خليكي مش قادرة تمسك نفسك كده بعد ما بتكلميها بحس بقلبها قلبها اللي تواجه على موت ابنها ده وفضلت سنين عشان اسدد الدين اللي علي ده مش هيكفي ايه مالك شعور جميل ان بن قدم يحس انه قادر يسد الدين اللي عليها انا عمري ما فكرت في اي حد وقف معايا ولا حتى في صحاب القدر لا حتى سامح باعته في لحظة بدم كررت انك تتغير كأن اللي فات ما حصلش ده حصل حصل وبايخ ومؤلم وده مدقيل انا لما بقفه قدام المراية بحس ان انا بن قدم زي الزفت ضيعت سنين طويلة من عمري في حاجات ما لهاش اي لازمة ايه اقول ليك يا بتجي نتجوز ولازم يعني الترتيبات والحاجات العبيطة اللي الناس بتعملها دي ايوا بقى يا سيدي لازم الترتيبات العبيطة دي لان انا اصلا مكنش هتخيل ان انا ممكن ابقى عروسة في يوم من الايام طول عمري بجري في الحياة باشتغل عشان اوصل لللي قدامك دي كنت باسمع كلام كتير قوي ما يخليش النهار يطلع علي محدش كان بيقولي ان انا حيل وغير ابويا الله يرحمه كان بيقولي انك امر كان نفسه تايما ان شوفني عروسة ابو دلوقتي لو رجع بيا الزمن مش هتمنى ان اي حاجة تتغير لان اللي حصل ده هو اللي عمل منا مش اي حاجة تانية لا اشتغل اشتركوا في القناة 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 لا 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 انا مش جاية عشان كده خالص والله وانا مش عايز اسمع اي كلام يا مانا لو سمحت يا عيتن انا مش من البنات اللي بتحكد ولا قلبها اسود يا بنتي انتي اختي وانا جاية النهاردة ونيتي صافية طب ممكن تغيري الموضوع ده خالص انا كل اللي في دماغي ان انا انجح انجح وبس وما فيش اي حاجة في دماغي غير كده وجايلك النهاردة عشان عاوزك يتساعدين اصعدك ما بقيتش اقدر اصعد اي حد ولا حتى اصعد نفسي عايز مني ايه؟ عايز اتكلم معك شوه يا اخي لا لا معلش بقولك ايه ومشوف حالك وبعد عني قصما بالله لو نودت مدي ايدك ما هشكتلك خايف وجيها خايف مني هلا طرف اخي ايه؟ لما كنا برا كنت بخاف منك كوي كنت بعملك الف حساب هم؟ لو انت متخيل ايه ان انا افضل جنبك هنا في السجن؟ اتفضل انت لما دخلت وجيهي بقى اتفضل؟ لا لا معلش اللي زيه واجيه ما ينفعش يفضل في السجن تا لا لا اللي زيه واجيه اللي بدخل هنا واللي ساندينو ما يسانوش عليه ايه؟ ما يعبروش يقولها مطبطو انما انا انا ممكن اخرج على فكرة بس انا مش فرق معهم قوي يمكن يكونوا عايز اني افضل هنا عشان يربوني شوية انما انت لاب انت دخولك هنا كارسة لما انا يا خينا افتسلك سؤال؟ انت ليبي يتوسك او كده؟ بقولك ايه؟ لم نفسك؟ تتعصبش او كده؟ عادينا بنفك في الكلام مع بعض احنا ورانا ايه؟ اصلا انا باط صايع اشغل او لم يشغل اه في يوم الايام في يوم الايام حسنت ان الدنيا دي ملعش اي لازمة قررت بيع نفسي للشيطان انما انت ليه ليه وانت معك الفلوس والجاه والمنصب ومركز اجتماعي اهلك سايبين هو لك ليه عايز تعرف ليه يفسي عرف يفسي افهم يه انت شكل الحكاية تعباك اوي 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 يفسي عرف ليه الناس اللي معهم ملايين ومليارات يفضلوا برضو يسرقوهم معنهم يا اخي لو عاشوا حياتهم يكون لها يسرفوا في فيوسهم دي مش هتخلص ماشي هقول لك انا ليه عشان الملايين والمليارات دي ممكن تتبخر لو بعيدنا ومعملناش اللي احنا بنعمله دا لو عا تفتكر ان اللي فتح لك الباب مش قادر يقفله لأ تبقى غلطان اللي فتح لك الباب دا فتحه عشان مصلحته ولازم انت تفضل حريص على انك فتح الباب عشان تبقى صاحب الملايين والمليارات فهمت؟ لا ما فهمتش توصد ايه؟ اقصد ان الملايين والمليارات دي ممكن تتبخر في لحظة والمكانة دي ممكن تبقى بخ زي ما انت شايف كده عشان تبقى صاحب ملايين ومليارات طول الوقت لازم تبقى مؤدب وتسمع الكلام وتقول امين وتعطي لا مش صحة وجيه في ناس راه في عرصة وهو برها مدبس تحت رجليها زي مين؟ زي الناس اللي عندنا في الحارة اه دي الناس اللي مش لاقي اتاكل صح؟ مش لاقي اتاكل طب اقولك على حاجة الناس دي بقى بالذات لو البابان اتفتحت لهم هيروحوا زحفين مش ماشين الناس دي انت اللي هبقى واحدوها عشان تفضلوا شبعانين ويفضل معكم افاتيح البابان لكن الناس دي هو جيه هم رحمها دي الكسر هارف ليه؟ عشان الناس دي حاسد بالجوع بالحرمات وبالرضى وبالفرح في نفس الوقت عشوا حياتهم يخبطوا في الدنيا ايمين وشمال عشان يكسروا مليون واحد زيك شوششش! واحد زداني انت اللي موهوم بص للنفسك في المرايا وانت تعرف بص حواليك انت مسجون كن أرباح حطام عندكش غير كم متر ستحرك فيه اسكت لكنهم أحرار تحرص الواطي اسكت عمر ما بيعان بقولك اسكت والحر عمر ما بيعان اسكت انت سيت نفسك يا بني آدم انت اسكت ايه ايه في ايه تبص علي يا أكلاب ايو انا واجيه انا مش اي حد لا انا واجيه انا من كبارات البلد يا أكلاب انا المليون منكم يتمنوا ييجي واسع عندي وينولوا الردة تحت رجي ايو 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 احد يعرب لكلكم تصدروا مكانكم لما انت بقى يا حتة حشرة انا اول ما اطلح من السجن هنا هاعرفك مين وديه يا جسمة عارف انا جبتك ليه النهاردة ليه؟ علشان ما بيحبش الظلم عشان اللي تظلم يا مروان ما يحبش يشوف ابدا حد مظلوم زيه على فكرة انا مقدر حالتك كواس قوي وعارف ايه اللي بيدور جواك وقلبك مكسور وحزين زي بس انا بقى حبستك خالص هعوضك كل اللي راح منك وحديلك كل حقك وزي ابوك بيأكل حقوق الناس بس اللي يا شرط اللي هو؟ ابوك كان السبب في سجني ما انت قتلته؟ لا انا ما قتلتوش زينب مرات ابوك هي اللي قتلته وانت عارف كواس قوي وخرجت على زمة القضية بسبب علاقات بانتهى اسمها آيتن هات بالاخر زينب لازم تطربها ها انت عايز نقتلها بقى لا تقتلها ايه؟ تا لو قتلتها يبقى استريحت احنا عايزين نعزبها يا سلام شوفها مروان انت عزبت بنتها كنت بتجوزها دي الصغيرة ما اثرش فيها اللي هيأثر فيها ويعور قلبها قوي آيتن لان آيتن دي متربية معاها في حضنها حطاها في حباب يعنيها آيتن دي لو زينب حزنة عليها يا سلام هتمشي في الشارع كده من نكشة شارع عايز نقتل آيتن؟ لا يا راجل تقتل آيتن ايه؟ انا بقول يعني نفكر ازاي نحرق قلب زينب بالنسبة يعني آيتن يعني بمفكر مع بعض ان شاء الله هتبقى احسن سامع انا انا كنت عايز اقولك اني آسف على كل اللي حصل علي ايه؟ انسى المهمة تبقى كويس مش قاعدة خط لا معلش عشان الدو يعني لا ما عرفين نايمة فقدتها وعملة ايه دلوقتي تعب انا حالتها النفسية وحشة قوي وسعيد مش عارف عملة تسل بي ما بيردش علي بصراحة انا قلقان عليه انا هقوم اجيبلك كوبية مية لا 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 مش شك مش عايز حاجة خليكي جنبي هنا جنبك؟ انا كنت جنبك عملت ايه؟ استغنيت عني بسهولة عشان افكارك وجنانك انا كان كل قصدي يعني ان اقولك ما تزعليش مسمحيني وهو انت معتقد ان انا لو قلتلك ان انا خلاصني مسمحاك الموضوع انتها هي دي المشكلة لبيني وبينك من زماني انت فاكر ان اي حاجة تحصل ايا كانت سهلة وبسيطة واي حاجة تعملها سهل جدا انها تتصلح بكلمتين لكن بقى في حاجات صعبة جدا انها تتصلح بكلمتين بس مش مستحيل حتى لو تصلحت عمرها ما هتبقى زي الاول ابدا لازم يبقى فيه شرخ والشرخ ده عمره ما هيختفي او ينتهي علي خلاص خلاص لو سعيد كلمك تمنيني علي يا حبيبي حاضر يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انت كنت فيه انا مكنش نوع ارجع البيت تاني يا ماما ليه يا حبيبي مش قادر اصدق اللي حصل مش قادر اتعمل معاه مش قادر اصدق ان ابوي هو اللي عمل فيها كده انت غلطان يا حبيبي صدقني ابوك ابوك تصرف بشكل طبيعي بشكل طبيعي ازاي اماما؟ ايوه سمر هي اللي غلطت ابوك ابوك راجل طبيعي بنت صغيرة وحلوة قربت منه وعايزة تتجوزه عشان مكانته وعشان توصل اللي هي عايزاه صعب او يا حبيبي انه يقدر يقاومها صعب صدقني انت يا مو اللي بتقولي كده دي الحقيقة يا مي انا بحبك يا مم بص يا حبيبي انا عايزاك عايزك توقف جنب أبوك عايزك ما تسابش البيت أبدا وتعود مع أختك وتفضل معينة على طول مش عايزة أحس إن أنا إن أنا غسرت كل حيك وإن كل اللي عملتوا السنين اللي فاتت دي كلها ممكن يروح عشر واحدة زي سمر سمر أنا حموتها لا يا حبيبي يو هسمعك بتقول كده تاني أبدا أنا عايزك تنساها خالص عايزك من بكرة تروح دار النشر عايزها أحسن من أول أحسن مما كان أبوك فيها عايز الناس تقول علاء خلف راجل قدر يدير أعمال أبوه لما وقع وتعب عايز دار النشر دي تبقى الأولى رقم واحد في العالم إحنا موقعناش حبيبي إحنا بس في أزمة ولازم نخرج منها سمر حامل وماله أخوك أيوة إحنا جايز ما نقدرش نقبلها هي لكن الولد اللي هيجي أو البنت اللي هتيجي هي أخبك أو أخوك ولازم تحبوهم يا حبيبي أنت فاهم؟ فاهم اللي أنا بقول ولا لأ؟ اسمع كلام مامتك يا سعيد كل كلمة غيرتها لك صح أنا اللي غلطان سامحوني سالشيابي 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 أنا عايزة أحس أني كفرت عن زنبي اللي عملته معك فاهمت كده؟ ولو فاكرا أني حسامحك هتبقي غلطانة هات المفتاح ما تجنينيش يوحي يوحي سامح ما تخروص موالك يوح والله يوحي سامح هات المفتاح سامح يوحي يوحي سامح يوحي 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 سامح باشا أنا آسف أني جيت يعني بغير ما هيتلوظم قاية نهانم معقولة يا سامح باشا اللي عمل فيك كده تعايزة أنا في الحقيقة ما كنتش جايلك بس أنا كنت جاي والظروف خدمتني في الحاجة اللي أنا عاوزها تعايز بالني إيه؟ أنا عايزة أحكيلك عن حاجة بسيطة بس كده مش هتطول عليك أنا زي النهاردة من عشرين سنة دخلت السجن كنت كل يوم بقول يا ترى عبدالله هتوخر ولا لا ولما خرجت وقضتي لعشرين سنة كنت بدور على اللي هدفوني في السجن وهضروا بيه كنت عازة أدوّقهم نفس العذاب اللي أنا تعذبته في السجن لا مش هقتلهم لا لأن القتل أهون من عذاب السجن مش فهم حاجة ياه ده واضح إن سامح بشا ده عصبي قوي وسبحان الله كل الظروف كل الظروف والأدلة بتقول إن سامح قنعاوز يقليك ده مجنون؟ مش مجنون مش مجنون ولا كنت فيهم مجنون أنا أعقل واحد النهاردة النهاردة قايتن نفسي نفسي أشوف أمك زيند أبص في عينيها لما تعرف إن بنتها ماتت مقتولة أه 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 سامح باشا أنا أنا آسف إن أنا جيت يعني من غير ما هي تلازم لإنتم أيتن أنم معقولة سامح باشا اللي عمل فيك كده أنت عايزة أنا في الحقيقة ما كنتش جاي لك بس أنا كنت جاي والظروف خدمتني في الحاجة اللي أنا عاوزها تاقز مني إيه؟ عايز أحكيلك عن حاجة بسيطة بس كده مش هطول عليك أنا زي النهاردة من 20 سنة دخلت السجن كنت كل يوم بقول يا ترى عبدالله عبدالله أخره ولا لأ ولما خرجت وقضت إلى 20 سنة كنت بدور على اللي حدفوني في السجن وهضروا بي يا كنت عايزة دوقهم نفس العذاب اللي أنا تعذبته في السجن لا مش حقتلهم لا لأن القتل قهون من عذاب السجن أشفاهم حاجة ياه ده واضح إن سامح باشا ده عصبي أوه سبحان الله كل الظروف كل الظروف والأدلة بتقول إن سامح كان عاوز يقتلك ده مجنون مش مجنون مش مجنون ولا كنت فيهم مجنون أنا أعقل واحد النهاردة النهاردة قايتم نفسي نفسي شوف همك زينك وبص في عنيها لما تعرف إن بنتها ماتت مقتولة مقتولة آه 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 يا جمال حاوزك تشوف لي تلات أربع شهود يشهدوا على أي حاجة آه ولي هم عايزين محطاً سلام أنا لو منه ما ردش عليك خلص على فكرة أيو لكن أنا لقانا عليك ما تقلقيش هم إدايا منك ومش عايز يرد عليك عادي عادي ما يعملش كده عارف لو أحمد هقولك ماشي لكن عادل لا أكيد حيقلق عليك وأكيد حيقول في حاجة حصري هم ده في كلام تاني خالص تتكلمي عن عادل وكأنك عرفها قوي أيوة يا بنتي مش سنين عشناها مع بعض كل يوم بشوفه أنا تقريباً أعرف عن عادل كل حاجة بيحب إيه بيكره إيه بيأكل إيه بيشرب إيه حتى الألوان اللي بيحب يلبسها عرفاه بيحبه مونير بيغنيله نعناع الجنيدة وآه يا للالي وأنا بحب أسمعهم منه بيحب الشاي سكر خفيف والآوة مظبوط بيحبش الحلويات بيحب الكحك عشان اللي بيكون عاملاني كاملة بتحشقي عادل بعشق بعشق لأنه كان جنبي طول الوقت وأنا عملي ما حسيت بيه طول الوقت مش شايف غير أحمد أحمد كان عامل زي بتاعبانه بيلف حوالي وكل ما بحس إني بفوق منه بحسه بيقرب مني ويبخس موفية تاني لدرجة إنه ما بقيتش قادرة أسمع غير صوتي وبقيت أسدقه ما بقيتش قادرة حتى إني أسمع نفسي ده كلام كبير قوي كبير قوي طب بصي أنا عايزك يتادي خالص أنا متأكيدة إن هو هيكلمك طالما أنت عارفاه قوي كده وفهماك كويس خلاص تتأكد إن هو بجده هيكلمك كده يعني عايز يعرف أنت فيك إيه بتحبها؟ كنت أخصك في إيه كنت بحبها ولا بكرها؟ يبقى بتحبها؟ أنت مالك يا جدع؟ وبتحبها قوي كمان أنا كنت شايلك من دماغي ومعتبرك مش موجود أنا كنت سايبك بس عشان اللي كان بيحركك وبنشغالك هو أحمد وأحمد خلاص راح ومش راجع تاني بس واضح بقى إنك هدايقني وأنا ما أحبش حد في الدنيا دي دايقني لا لا مش هدايقك بس لأن أنا عامل زي اللي هو ما اللي هوقفة في صورك وأعتموتك كمان حلوة قوي أفهم من كده إنك بتهددني لا 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 أحددك إزاي والرجالة دي معاك أنا عايزك بس تعمل حساب وقعه هتفتكر إن أنا ضعيف أعزك لا، أنا أقدر أعمل حاجات كتير وأكتر من اللي تدخاله بكتير كمان حلوة قوي الكلام ده شوف أنت شكلك كده يا حبيب قديم وهتتعبني معاك قلبك واكلك وقلقان عليها مني صح؟ أنا مش عايزك ترد لأنك صعبان علي قوي أنت بتحامل في رجالتك؟ مش هشيبك أعزك والله ما هشيبك أعزك والله ما هشيبك أعزك والله ما هشيبك أعزك فدلت تكلمها كتير ما بتردش عليها وأنا عايزها في موضوع مهم جدا فقلت أجيلها بقى وخلاص أقولها بس بصراحة أخفت أجيلها الوحدي فقلت أجيبك معايا يالله بينا إيه ده؟ هيا سايبة بباب ما فتوح ليه؟ عايدل 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 قلبي وكيلني عليّ عايز أشوفه وتطمن عليّ مين بقى أعلام الوزير؟ مفيش وقتله الرجل جابتر خيره قال لي حاضر هجب لك خبر وهتشوفيه واداني معت بكرة هروح المكتب وموصي واحد يتابع معايا وأنا مش هسكتل لما شوفي إن شاء الله يا سيدة هتشوفيه هيبقى كويس تعب قلبي وواجعه وأنا اللي كنت فاكراي يبقى سنة دي بضهري ووقف معايا إيه يا بيتة عبدالعزيز بتبصي لي كده ليه؟ أنا؟ بصراحة يعني؟ أنت السبب في كل اللي حصل ليه وأنا مالي أنا اللي قلت له يعمل كده؟ أنت اللي حسستيني مفيش حل غير كده عندك حال ده أنا مالي مالي ونص كمان كاميليا نعم أقعد كن يسعلنا مني كنت بمتغطي على خطرك مني أنا كنت وحشة قوي شغل الحريم اللي كان بيني وبين أمك هو السبب يقطع كلام الناس ولسنتها يقطع الدماغ البيضة إلا لا هيعرفة الحلو من الوحش ولا الصح من الغلط خلاص بقى يا عمتي بلاش بقى نقعد نقلب في المواجع بدل ما نقلب على بعض وبعدين سيبكم القهوة دي حد صحيكي خشي نامي وارتاحي وأنا إن شاء الله بكرة الصبح هنزل معي وأنا هيجي لي نوم طبعا مش أعرف بنام لأنا هروح لي في ريال إنتي في إيه ولا في إيه يا سيدة؟ لأ ما أنا مش هانسة تاني لأ لازم هروح وأسأل عليها وإنتي قومي لبسي بقى يلا عشان تيجي تشوفيها أنا مالي أنا وبعدين أنا ما بحبهاش أصلا هو إيه اللي ما بتحبهاش حتى لو قلبك مقفول من ناحيتها لازم تروحي وتسألي عليها هو إحنا بقى كل واحد هيخدله جنب كده ونبقى بعيد عن بعض دي نجلاء إيه يا نجلاء؟ في إيه يا نجلاء؟ في إيه؟ إيه اللي أنت بتقول إيه ده؟ طب إحنا جايين حالا ما إيه اللي حصل؟ أختك آيتل مالها؟ سامح كان حيقتلها ونقلوها المستشوى بحالة حرجة جداً يا مصفتي تعالي تعالي رايحة فيه؟ بتك في المستشوى بحالة خطر جداً يا خرامي محضر لها إيه؟ جوزة كان بيحاول يقتلها تعالي معايا لا لهوي يا أمه لا لهوي أحمد يا بنتي أحمد اتفضلوا على إذنكم أنا مش هسيب بنتي أبداً حضرتك الزيارة انتهت والمرافق واحد بس خلاص إحنا هنجلين بحالة أنا هوقت معي بلاش يا بنتي لا أنا أنا الزمن من يمين أنا بعملت بها كده يا حبيب يا بنتي يا حبيب يا بنتي يا ربي نجي يا ربي نجي أنا بدأ لك أنا السبب سامحي لك منك سمارا انت سامح صاحب الفيلا ايه في حاجة اتفضل معانا اتفضل مجدين مجدين انا اسفل ما انت اللي عارفت اللي حصل هتعذرني هي مالك لا مديش بس كنت عايز اتكلم معاك في موضوع المهم اوي اوي يلا ايه الاول اين حصل تخير قايت انسامح كان هما وضع يا ساتر يا رب سامح دي بنا دم مجدون اختك لازم تتطلع منه مجدون فعل الحمد لله ربنا ساطر المراد رب في 4-60 ده قول لي انت ايه اللي اخبار في ايه ابنة عبانا وينجلي انا الصراحة مش عارف ولك ايه بس انت لو عايز تروح له انا ما عنديش اي مشكلة خالص لا فيه مشكلة خير الولد مرتبط بوم وقوي وانا انا عارف اللي انا اقوله صعب عليك بس والله العظيم بس والله العظيم انا الطلب تصعب عليك جدا انا ما عنديش مانع انت بتقوله ايه؟ اه ارجع لهم ابنك اهم وحياته اهم ابنك اهم وحياته اهم ما الطفل بيحتاج لحنين ام وابو اكتر حاجة وبالزاد في الحالة اللي هو فيها دي دلوقتي انت ما بتعملش ايه حاجة غلط ولا ايه حاجة غريبة بالعكس انت بتعمل الصح انت ما بترجع لهاش عشان انت عايز ترجع لها عشان بتخني وقال عشان ناكر الجميل لان انا قصة ما عملتش ايه حاجة عملت اكتر من ده انت مش ملاحظ ان انا بقالي فترة صراعه مجتليش وانت اديتني حاجة وانا اديتك حاجة كل واحد ما ديونت تاني انا مش عارف اقولكي هتسيبني؟ لا طبعا ماشي يبقى ابنك كمان اولا انت ما تسيبهش انا معايك على طول مهما كان يبقى اتكلمني بس وطمني هو عامل ايه وانا حب ان انا ايجي ازوله لا طبعا انا لازم اجيلك كل يوم وتطمن عليكي انت اخد اجازة وقعد مع ابنك واتبسط بي وابسطه هو كمان انا هكون اسعد واحدة في العالم لما هو يخف ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة 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 تفتكري ان انا ممكن اسيب ايطن؟ مهما كان دي اختي لا يمكن حسابا ما اما حصل انا عايزة اسأل سؤال ازاي ما حدش فيك اقولي اللي حصل ل ايطن اولا كان معاد الزيارة خلص ثانيا قلنا حنقلقيك على الفاضي ايشي انا لفسها و جاهزة هتجي معي ولا لا هاجي يانا يانا انا هعمل ده معاكي مش عشان خاف منك او قلقان من الكلام اللي انت مبتيني انا اخذ بالي متأكدة بس لازم تحطي في اعتبارك حاجة مهمة قوي هم اللي هيا ايه احمد مش هيخل براقة على اقل يعني حيتصله ثلاث او اربع سنين امام؟ هتمن اخر يا بو كرما اوكي اوكي القضية هتبقى حيازة مخدرات للتعاطي اوكي وبعدين كده يبقى و عملت معاكي وجه كبير اوي خلينا ماشيين و مرا لل لحد باب الدور هنشوف هنوصل لي ايه ا خطه ا خطه ا خطهان احضر ا خطه اهبني 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 ازاك يا امه وحشيني ارفاك دول عمرك ناقص عملت الحبة دول علشان تسيبني عايشة واحدة انت عارب؟ بيعد ياسبوع مباكلش للقمة دي كده يعني لو انت عاد في المخروبة دي شهرين ثلاثة هتطلع تلاقيني بني عمارة وحشني يا والا وحشني انت لو حشيني قوي هتخرج وعز الجلال اللي هتخرج طيب ميني عليك انت عامل ايه من غيري؟ من غيرك؟ زي الفلج وانت يعني لما كنت برا كنت عامل ايه؟ يات بهزر معاك وانقدر استبني عمك دي اه واحدة دي اه واحدة مقدرش انا شاكلي مش اخرج بي امه لا هتخرج ان شاء الله وبإذن الله هتخرج وسيدة ما تقول يتنفذ سلح السكاري قدامي على فين؟ عني يا ابا انت خذ الله اه نامي احزب تعالي يا ابا اخبر براجع بالم انا عايز اعرا باعي اللي حصل انا مش قادرة اتكلم كيفاء اللي فاية وانا عايزة افهم انا حاجتلك كل حاجة وزي ما سمعت بوداني انلي انت قلتي ده ما يخش الجمع عايير صغير اه ده كل اللي حاصر يا سلم؟ يعني انت او متوري كنتوا ماشيين تلع عليكم نص عشان يسرعوا العربية ام متوري وقفلوهم رحوا ضربين عليكم نار اهو ده اللي حاصر تحريفي على المصحف؟ سبيني فحالي بقى حرم عليك يتجيه انا مش عايزة اشوف حالي مش عايزة حد يعرف اني انا انت فهمها؟ هيا فيه؟ هيا فاني اولاية؟ هيا مين؟ هيا هو كلام من غير موابن ايه؟ اهو يا اختي وكلام من غير مواب والتي مش واخدة مالك انه هو كلام من غير مواب ولا واخدة مالك ومترنوا يشرق واخدة مالك ايه؟ واخدة مالك ايه؟ ماللي بتعملوا بنتك سد الحسن والجمال بنت دي كانت مراتبنك ولا عمرة هتتمراتبني ابني راح بسببها وانا حقه مش هسيبه اطلعيلي يا فريال اطلعيلي ورب منك قضع من لحمة هسرب من دمك يا وهده يا بنت الشرم ايه ده؟ يا بنت الشرم في ايه يا جمالات؟ متولي موتت متولي ابني راح بسببه يا سيادة بعيدة بنت في ايه؟ تقولك بيورني هتخرجي ازاي؟ نهاية عمرك على ايدي يا بنت الكلب! يا بنت الكلب! بنت الكلب! الله! اللي بتقوله الست دي ما نعرفوش! اللي بيحصد! انتا اي! انتا اي! اللي عملتيه! هتموتيني! يا خبتك السودة يا جمالات! يا وعدك المنايلة يا جمالات! ايدي تمس معها! احدى ايه! الوليه اللي مهبوشة دي بتقول ايه! فحيميني انتاين! انو! يا رب بيلاحق الزيارة المعرضة! الدكتور بيقولي ان عايتين بعتحادتها صعبة! حاضر، ينحني السودة، ايه اللي حصل؟ انت مين ضربك؟ خير، في ايه؟ انت شايفة؟ طب تعال لا لا، انا عارف اتحرك محادي طب تعال بس، تعال ايوة ماشي، قول انت فينا انا هاجيلك على طول طب يلا باي باي، انا جاي على طول باللقتي مادام رانا، نصيحة مني ابعدي عن الموضوع ده خالص موضوع ايه؟ انا مش فاهمة انت بتتكلم عن ايه؟ انا عارف وانت عارفة ان البنت دي مش ممكن توصل لحاجة الا بمساعدتك انت ماجنون، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي بتقوله ده معناني انا اللي بافضح نفسي مادام رانا، احنا حايشين عنك بلوي كتير قوي احنا مش هنقدر ننسى الخدماتك اللي انت قدنتيها وانت متضايق ان احنا مهمشينك لعلمك احنا عايزين مصلحتك عارفة عارفة ومقدرة ده بس انا لما جاتلي مساعدتهاش ابدا تي حتى لما جاتلي ترطع تقصدي مين؟ ايتن ولا مروة؟ لتنين وحياتك اعيب يا مامو الكلام ده بقى تقوليه لحد تاني وجيه باشا قاللي على كل حاجة هو ما قالكش ان هو اللي ضقت علي عشان عزمها عندي عشان يوصل اللي هو عايزه وكمان هددني هعارف مشكلتكو ايه؟ انت والوراك فاكرين انكو مسكين الناس من رقبيهم وعارفين عنهم كل حاجة هيعملوا ايه وما يعملوش ايه لا يا استاذ انتو مش فاهمين صح واجيه دات عبان ما يهموش غير مصلحته بس انت عارف عمل فيه ايه؟ قاللي لما عملتنوش اللي هو عايزه هيخلي كل الجرايض تتبعاني تاني يوم الصبح وما قلتيش الكلام ده ليه يا مادام رانا هم؟ واقول ايه والمين؟ بس كنت انا دلوقتي قدامك وبحكيلك وانت مش مصدقني مين اللي عمل فيك كده بس؟ اتخنقت مع مين يا ابني؟ قوي قوي اخدش انا مش عاشي فوقشك تاني انت السبب في كل اللي حظلي انت السبب في اللي انا بقت فيه انا مش عارف اللي عملتنك ايه خري من حبيتك فيك ايه زيانة علي بنت عرفتها كل زنب ان حبيتك اهدى بس يا عادي المالك فيك مش هاهدى يا مولا مش هاهدى لازم تعرف كل حاجة عرفت وفهمت عرفت ايه وفهمت ايه؟ بعد سنين طويلة يا شيخة ده انا بكت ببص عليك من انا عال صغير وكا انك لعبة حلوة في باترينا بتمنها ونبس فيها لكن انا عارف انها مش بتاعتي كانت بك فيني بس احساس ان انا بقى جنبك وبصص عليك وشايفك حتى لو من بعيد كنت ببص عليك من بعيد لكني كنت باسرق بس كنت بارجع اقول لقد ما تبقاش طماعة هي اساسا مش ملكك ما تبقاش طماعة كنت بخاف عليك كنت بحاول احميك كده ابنية حياة ان انت ما تكسريش في يوم الايام بس انت كنت بتروح للي بكسرك للي مبفكرش فيك للي عمرك ما جيت في بماغه ولا حتى على باله كنت بحميك منه كنت بحميك من كل حاجة حواليك اي حاجة تأذيكي وتضري وانت في الاخر ولا حصة بعادل ولا عادل في دماغك اساسا ما تمشينيش راح على فيد انت لازم تعرفي وتسمع كل حاجة عايزتول ايدي؟ مش وقته الكلام ده يا عادل لا وقته يا منا وقته خلي يتكلم انا عايزة يقول كل اللي عبد كلكم فاكريني ان انا عشت سنين سعيدة وسهلة كل اللي بدور علي واحد يحبني وحبني بس مش ده اللي حصل انا امي ماتت قدام احنايا واول حاجة حصلتلي مرات ابوي جات عشان تطلعوا قدع علي انا سكت وتحملت عشان انا الاختي الكبيرة مش عايزة حد من اخوتي صغاريني يشوفوا ولا يحس بالقلم اللي انا بحس بي كنت بهرب لأحمد من كل حاجة حوالي البيت ومرضة ابوي وابوي حتى اللي مش هايف مراضة ويبتعمل فيها اي اللي درجة كنت بقوله هو هو انا مبصعبش عليه هو ليه مش هايفني زي اي بنت نفسي عايش زي اي بنت كنت بخرج بره لبيت بالساعات محدش فكر يسأل نفسه كمين يا راحت فيه عارف ليه عشان انا الكبيرة العقلة الجبل اللي لازم يتحمل كنت بروح ازور امي كنت بأحضن قبرها كنت ساعد ببقى عايزة افتحه واخش انا انفحه منها عشان عايزة حس حد بيحبني مه وفي الاخر كل الناس بقت بتخاف مني عمتي بتكراعني الناس بتتشاقم مني واحمد سابق مكانش قدامي غير اني اعيش في الوهم اوهم نفسي اني في اي حاجة عشان احسي منعيشي كاميليا امشي يا كاميليا سيبيه انا تامشي امشي يا كاميليا انا مش عايزك تاني يا ساسي ولا عاد اشوفك في حياتي كلها كاميليا امشي ليه كده بس محدش يقولك محدش يقولني ليه خلاص انا عملت اللي عليها وما فيش اي فيدي اي حاجة تاني عملها خلاص خلاص مش فهم كاميليا لازم تبعد عن عيزة يا مونة هو اللي عمل فيك كده مش مهم مش مهم خالص مين عمل فاكرة المهم اني لازم تبعد عنه عشان مصلحتك عشان مصلحت اي حد تاني انت بتحبها ما بحبهاش ما بحبهاش يا مونة لا بتحبها ما بقيتش يحبها خلاص ما بقيتش مش عايزة ما بقيتش يحبها يا عادل يا عادل انا اختك اوعى اللي حصلك ده يخليك ما تشوفش حاجات كثير قوي لازم تشوفها اوعى الايام تضحك عليك زي ما دحكت على كاميليا لو لسه بتحبها حافظ على حبك ده حارب يا بقوا الحب صعبة قوي صدقني حبصعبة قوي انه يجي بس سهل قوي انه يبقى قدامك وما تشوفك بسمع كلامي انا اختك يا عادل أنا أختك اوعى اللي حصل لك ده يخليك ما تشوفش حاجات كثير قوي لازم تشوفها اوعى الأيام تضحك عليك زي ما دحكت على كاماليا لو لسه بتحبها حافظ على حبك ده حارب الحب صعبة قوي صدقني حب صعبة قوي انه يجي بس سهلة قوي انه يبقى قدامك وما تشوفهش اسمع كلامي أنا أختك عمعدتلك فطاري على فكرة وانت مشي قلتني ان انت هتمشي ما مشتش ليه خوف تمشي حسيت لو مشيت ان في حاجة جواي هتموت وانعدوبك عايش بيها زمان لما كنت في الكلية كنت بذاكر جامد قوي عشان كل اللي يهمني زاعتها ان انا برقم واحد ولما سافرت برا علشان اكمل دراستي برضو كنت بذاكر جامد قوي علشان انا برقم واحد انت فعلا دكور الشاطر قوي بس عمر ما كنت رقم واحد في حياة اي حد اصحب حاجة انا اجلق في الدنيا انك تعيش ايه وانت مش لايه نفسك من اللي حواليك ايه عايشة بتجري وخلاص عايشة بتجري وبس بس انا ادم قناني ايه انا جليك وانا قناني مش هنكر كنت بودورها لحد احس مع ان انا كل حياته من حق يبقى برضو من حق غير ان يدور هالطلب ده هادي اجمل حاجة في الحق ايه الانانية اه الانانية بس في مشاعري انا مش في اي حاجة تاني ناس اعسف روي انت عارف انك لما قلتلي انك ماشي انا حسيت به حسيت ان انا رجعت النقطة البداية تاني رجعت سنين وورا بس سنين انا فعلا مكنش عايز افتكرها بس انا عامل مع اسيمك بس انا عامل مع اسيمك طب تعالى اجعل في ايه عالى بس طب و الفطار اللي انا عامله دور سين الفطار دلوقتي انا ربا عاش فيدي عشان انا وانت ما نكونش اعنانيين لازم نزور ابك وانا هاجي معاك حيب تعمل مش عايزك تتعبين نفسك لا انا هاجي معاك لازم ابقى معاك في كل حاجات خصة ومن هنا ورواح مفيش اي حد اعمل حاجة لوحده يلا يلا نلبس برضو ايوا يلا ايه لو سمحت يا بوالي استاذ علاء موجود استاذ علاء جات له جلطة جابت له الشلال ايه؟ ممكن حضرتك تتفضلي معايا؟ تفضلك في كلام مهم لازم نتكلم فيه مع بعض يا ريت بس بلاش نجرح في بعض لا انا مش عايزة اقعد معاك عشان اجرح فيك ولا حتى اتكلم او اسألك عن اي حاجة انا عايزة بس اعرف طريقة التعامل بيننا هتبقى عاملة ازاي؟ علاء هو اللي هيهدد الطريقة اللي هنمشي بيه وهو صاحب القرارة بقلك تشل انتي مش مصدقاني هو اللي قالك تقول لي كده؟ لا انتي تقدري تتأكدي من بعد تقدري تروحي الفيلا تزوري انا عن نفسي ما عنديش مشكلة خالص بس المشكلة انك هناك هتقابلي سعيد ولا مار مش عارفة بقى الموقف بينه وهيبقى عاملة ازاي؟ بس انا ما غلطتش ولا هو غلط هو تجوز وده حقه كان عايزة يعيش الحياة بالطريقة اللي هو عايزها وده حقه وانتي كمان اخترتي مش مهمة بقى ايه اللي ورا الاختياء؟ انتي عايزة تقولي ايه؟ انا مش عايزة اقول حاجة انا عرفت ان انتي حامل ابنك اللي انتي هتخلي فيه هيبقى اخي لسعيد سعيد اللي كان عايزة يتجوزك ابنك هيبقى اخوه المهم انا عارفة علاق كويس انا عشت معا سنين طويلة قبل الدار دي ما تبقى موجودة عشان كده انا متأكدة انه عمره ما هتخلى عن ابنه قبل وانا كمان مش هادر امنعه لان اللي حصل حصل خلاص كل اللي مطلوب منك هنك تبقى بعيدة عننا علاقتك تبقى بيه هو وبس وعلاقتك بالدار هنا تنتهي فورا علاق كتب الدار دي باسمي عشان ادرها لانه طبعا بعد اللي حصله مش هيقدر ينزل يتابع الدار بس لو حبق ان ينقله عندك انا ما عنديش مشكلة خالص ولو عايزاي جيبلك شقة في اي مكان انا برضو ما عنديش مشكلة هو دلوقتي محتاج حد يرعاق وانا هاعتبرك ممرضة لي نعت بنا أحبت نحنك فقم اشنى فعلاق اشنى اشتراع احبط اشتراع اشتراع أنا جيت لإني عارفة متأكد أن اللي حاصر كان وراء السر مش أنا المل مين اللي عمل عبد الله وعبد الله عامل كده ليه؟ مش عارف في سر وراء الموضوع ده كما كان كل همه إن يخلص من قايته ويلبسنا لأن اللي حاصر أنا برضو عالي ما كانش مستعب أبدا أن أنت ممكن تكتر تعملي يا تكديمي بإيه هكلم مت لا مش عايز أي حد يعرف من كلمتك أنا بس عايزك تنقل اللي حاصل ده مزيلا مكيد لما تعرف حيكون عندها تفسير لكل حاجة كم أنت مش عايزنا كان المتحط ليه؟ ما شو أثق فيه لا أثق فيه عشان خطر متحة تتغير عن زمان جدا ما حولي بس تفهميني سمعني أنت خلينا نسق في بعض ونسمع كلام بعض موبايلو ما قفوش على فكرة اللي كنت باخده على قد عقب وبعمل كل اللي هو عايزه عشان يوم ما جت تهمه قدام حضرتك يبقى معي الأدلة والورق كله اللي يزبط كلمت وفين حنان؟ لا حنان ما جتش النهارة ولا اتصلت؟ ولا اتصلت اتصلت بروح انت ايه؟ زعلان؟ مستغرب بس بس ده شيء متوقع انت من الأول اخترت الناس اللي بيلك رغباتك مش تشتغل معاك جايز برضو هتعمل ايه؟ هقولك على فين؟ انا لغاية دلوقتي ما زورتش آيتل في المستشفى هتيجي معايا ولا ايه؟ اه طبعا كنت مقرر انا انا مفتحش التليفون النهاردة طول اليوم بس واضح اني مش هينفع دي مروة ايوا مروة سامي حالك كده؟ طبعا ماشي مع السلمة ايه؟ في ايه؟ هاتي شنططك وتعالي ما هي حجينك في السكة يالله بيتك صباح يا عم هاتية رح وليه اعتبرو خلاص طح انتهى باشا بس نسدق هيوحشنا هنعمل ايه باشا؟ هى الدنيا كده حبيبة يا باشا فيه؟ حديثة صعبة قوي طفيت؟ أنا السبب أنا السبب أنا اللي عملت ببنتش كده بنت دلوقتي محتاجة اللي يقف جبه يا ربني قلتها يا ربني قلتها يا ربني قلتها أنا مدلة لا بس أنا مش هسيبه مش هفحش عمل دمه هجره هجره جزه السافل الشمار ممكن اسمعيني أنا عايز أقولك على حاجة مهمة جدا ايه؟ هو في إيه بصددت يا جماعة؟ بعدين يا ميرا لا مش بعدين أنا عايز أعرف كل حاجة مش وقت يا ميرا دلوقتي سديني في إيه يا مان أقولي؟ في حالات محدش غيرك هيعرف يفصلها اللي حاول هي قتل قايتم مش سامح أمان مين؟ عبد الله كم الكراهية اللي بينك وبينه واضح إن فيه طار مش قادر ينساها طارك تنعايز يسجينك ويحرمك من كل ولادك أنا متأكدة إن سامح مش كده أنا معاشي يسامح كويس جدا وعارفك عمره ما يعمل كده على فين؟ سبني سبني أظن دلوقتي أنت أتأكد إنه ما بقى أشلب عز عندهم وهم كمان ما بقى لهم ش عز عندي ها هذا بقتي بقى نوع على إيه؟ لا مع بعض اللي حصل ده خلاص عليا وعلى أعدائي وأنا لما أموت مش هموت لوحدي الكل لازم يموت معايا ما بقى أه؟ هناك إيه؟ هاك هي أخبار بنتك اللي جزءها كان عاوزي اقتلها اخسارة اخسارة شفت عزيلاب شفت المال الحرام المال الحرام بيخش على صاحبه برجل شمال بياخد الحلال معاه شفت بناتك رحوا منك بناتك واحدة واحدة تجوزها وخلي بيها ودحد عليها وسابها والتانية كان حيقتلها تقصد عيتا صعبان عليا قوي فاكر يا عبدالله فاكر ايه فاكر اللي كان بيني وبينك يا عبدالله اعوز بالله ايه اللي ايه بتقولي الكلام ده ده حط حرام بعدين خلاحظ حد يسمعك يا زينة بيقول لبناتك يبقى شكلك وحش اكتر ما هو شكلك وحش قدام نفسك انا عن نفس نسيت نسيت ايه؟ انسي بقى الله ايه زينة ولا حنيتي لأيام زمان لا انا عايز افكرك ان كل حاجة في الدنيا ولها ديول طبعا كل حاجة لها ديول زي التعبين فاكر زمان يا عبدالله اما عرفتك سويت علي عشتي ومررتها كنت فكرك هتعيشني حياة تانية مره سألتاني انا ايه اللي خلاني اشقى تزور عليك واقف مع سمير ضدك وتخلى عنك ندالة ندالة زينة زي ديل الكلب عمره ما بتعدل لا في سبب تاني عايزك تعرفه انا كل اللي عايز اعرفه دلوقتي بفكر فيه سجنك سجنك اللي مستنيك يا زينب حتتبع التامن غالي فيه بس انا حابة انك تعرفه ايه هو ايتن ايش معنى ايتن بنتك يا عبدالله انت تاني حلوة 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 أهيه اأخواتي ترتيب حدي realization فلم حلوه وقد فرج عليها قبل ما ما انام ويه�� تانية انك انا년ز زمن كان اكبر مني ومنك زمن تأمنا يا عبدالله كل حاجه راحت العمر راح والفلوس راحت والصمعة راحت قايتم بنتك يا عبد الله كدابة طلعت بعد العمر دا كله من السجن عشان تقتلها بأيديك دول يا هوي قايتم مش بنتي تي الحاجة الوحيدة لانو صدقت فيها قايتم بنتك فاكر فاكرت ما جيت لك وقلت لك عايزة تطلق من عبدالعزيز ومش قادر عيش معاه ووفي وعدك وتجوزني عملت ايه؟ اتخلت عني قلتني لأ الظروف المادية وحشة ومقدرش اتجوزك يا زينب اتخلت عني لجأك لسمير سمير صاحبك اللي انت قلت له انا مستحيلة تجوزك قال لي هو عبدالله مهم بالنسبالك بس انت اخترت غلط يا زينب عبدالله عمره ما هيبقى حاجة طول عمره حيبقى تحت وعمره ما هيبقى فوق وان هو اللي عنده الحل عشان نعيش فوق انا وهو وعشان اخلص منك ومن تهجداتك لي كنت عايزة اي حاجة ان تقم منك بيه اللي عملته باي ضيعته عمري انا ضيعته عمري بجري ورا الفلوس وانت ضيعته عمرك بتخدع في الناس كل واحد فينا بقى عمره رخيص يا عبدالله قدابها قدابها زينب قايتم مش بنتي قايتم بنتك زينب قولي بتكدبي قايتم عمره ما كان بنتي قايتم مش بنتي قايتم بنتك يا عبدالله قايتم بنتك انت السبب في كل حاجة وحشة حصلتلي في حياتي انت السبب ياريتني ما كنت شفتك ولا عرفتك كنت زي مني عايشة وردية تلعت يا عبدالله بعد العمر ده كله قايتم منتك باديك انت قام الزمن يا عبدالله انت قام الزمن مني ومنك اشتركوا في القناة انا قلت لما دام الشاي ببلاش اعمله تقيل قاعد يا حبابتي قاعد يا حلوة مش هتفتح لي قلبك بقى قلبي فاضي ما فيهوش حاجة لا قلبك مليان وانت عارفة انه مليان محدش بيشيلها محد زمان قالوا القفة ما ودنين يشلوها اتنين دي القفة مش القلوب القلوب زي جراب بتقعد تتملى 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 على اخرها تقع بعد شاي من وخلاص غلط يجي ونص انا خلاص انا هبقى جنبكم واشيل معاكم واشيل هاموكم الله يرحموا ميت سعلان ميت الان مش عارف يسيبكم مين ما كناش عيلها ومش هنقع في نفس الغلطة دي مرتين وإحنا لسه هنشوف اكتر من اللي بنشوفه اللي بنشوفه ده عشان نتلملم على بعض عشان نبقى جر بعض ها مين اللي في قلبك عادل عادل مش كده عادل عادل بيحبك صح انا هارفة كل حاجة تسيبيني يا خلاص الموضوع ده مش هينفع لا ليه لا عشان انا خلاص نفسي تقفلت للبنية لا عينك لسه بتلمع انا عينة تلمع اه يا حبيتي امي كان دايما تقعد تبص في عيني قوي قوي كده الله يا رحمة وبعدين تروح قاعدة ومتنهدة تنهيدة ارتياح والشها يضحك ونبقى مستغربة بتبص لي كده لي قلت لازم اسألة وما روحت سألتها قالت اللعينة بتلمع يبقى لسه بيحب الحياة لسه ليه في الدنيا وقلبه لسه عايش احكي بقى وقللي كل في قلبك وانا هسمعك وهحس كل حاجة هتقوليه صدقيني مفيش حاجة طب تسمعي مني اسمع اللي زي عادل ده وبيحب كل الحب ده اللي واحدة تمسك فيه بقتها وسنانا انا عارفة عارفة انك تجوزتي لكنك ما تجوزتيش حتى لو كان احسن راجل في الدنيا بس مدام ما دخلش قلبك يبقى عامل زي المياس سقع على معدى فط لا يروي ولا يشبع انتي لسه صغيرة والدنيا قدامك بالعمرة ما فاتش تقدر يتعيدي كل اللي كهم انتي حلوة شوفي حلوتك وجمالها ملايين يتمنونها بس انتي اللي تختاري ويكوني اللي بقلك خلاص مش عايزة مش عايزة اي حاجة السنة تعبت تعبت قوي من كل اللي شوفته مش قادر انسى لا لازم تنسي انسي احاولت وقلت خلاص هي كده ما قدرتش لا يا حبتي لازم تنسي انسي احمد حد انسي كل حاجة ما يبعش تنمك تشيل تشيل على ظهرك مش هتعرفي تكملي فكري في بكرة اسمعيني بس والله هترؤوه تحلى موسيقى 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 ها ايه الجديد؟ متحة هياخد سمع علش نسلم نفسه بكرة ومالهوة فين؟ هيبعت عندي متحة النهاردة في الفيلله ياه الصور دي قديمة قوي تقولك يا منا ايه? او انتي بتحبي متحة قوي؟ فيها بنتي وأنا قلت حاجة غلط لا أبدا بس السؤال يعني مش فقط خالص والله ما قصد حاجة أنا بأتكلم فيها حاجة عشان نفتح موضوع نلغي فيه وخلاص فأي حاجة ولا عايزة تعرفي حاجة معينة ما أنا عايزة أقول لك حاجة أنا صعبان علي قوي أحمد بن عميتي مش هانفة هنسيبه الواحدة أبدا ومين قالك إن إحنا هنسيبه أكيد طبعا هنتلافل اللي بيحصل لقايتنا وهننسي لازم يكون بيحبك وبيحبك كمان قوي وعنده استعداد من أن يتغير على فكرة بقى يا مونة اللي حصل لنا يغيرنا كلنا ما يغيرهوش هو الواحده في ناس صعب إنها تتغير وشايفة دايما نفسها إنها ماشية في الطريق الصح أنا بقى خايفة إلا يكون أحمد من الناس دي لا أحمد مش في الناس دي أحمد من الناس تتغير أقصد يعني إنه اللي حصل له أكيد هيغيره أنت كمان لازم تتغيري جري يا مونة، هو أنت لي شايفاني وحشة قوي كده أنا ما قلتش كده، أنا مش قصدي كده خالص مونة، أنا بعرف حكم على الناس كواس أمي ما هو مش مهم تحكمي على الناس المهم إحساسك بالناس تفتكري بقى إن أحمد ممكن يجي منه؟ آه أنا متأكدة إن يجي منه الدنيا دي غريبة قوي أنا عملي وكنت أتخيل إن أنا حرسب أي حاجة من ناحية أحمل ده طول عملي سكت وغير سكتي، تفكير وغير تفكيري غريبة مع إنكو شابة بعد قوي في إيه بقى؟ بتحب الفلوس موت يا حب لو تي حاجة غلط لأ طبعا ما أنا كمان بحب الفلوس بس المهم الطريقة تفلسفي بقى علينا ها والله ما فلسفة ولا حاجة أنا عايزكي بس تأخدي بالك من نفسك أنا وغدا بالي من نفسي كويس أو تأدقش عليك لا ما هو واضح قوي إنك هتتغيري أيوة أنا اتغيرت أنا وثقة في نفسي يا سيت إن أنا اتغيرت أنا عايزة أنجح بالطريقة الصحة أحقق كل أحلام اللي أنا عايزيها ما عايزة أحكى الثاني ما عايزة أحب أيوة بقى بس عبيت تقوط صوتك أنت كنت بتحسبيني من غير قلبه ولا إيه لأ طبعا بس كنت مستنية اللحظة اللي قلبك فيها حيدق ساعتها بس اللي هتعرفي فيها الصح من الغلط دي يعني كنت شايفاني ماشي زي الهابلة بخبط في الناس رايح جاي لأ طبعا بس اللي بيحب ما بيغلطش يا سلام ومين قالي الكلام ده؟ عشان اللي بيحب عايز كل الناس تعيش في سعادة طب ما سامر حبت سامر غلطت واختيارها كان غلط هوا فيه اختيار في الحب؟ طبعا لا الكلام ده مش صح مش مكتنعة بيه خالص لا صح الحب اختيرت يا ماروة وانت اخترتي أحمد عشان شبهك وقريب منك وحسيت ان بممكن تغيري حتى لو كان غلط فاخترتيه وانت بشواخدة بالك تفتكري؟ أنا متأكدة اه كل ده كان بيحصل من وراي وانا معرفش واكتر من كنة كمان انا بقتش عارف أصدقك انت كمان ولا لأ؟ لأ لازم تصخ فيه وانا يعني لو كنت عايز ادرك كنت جيت قلتلك على كل المعلومات دي من نفسي؟ وفي حاجة تانية عايز تقولها ولا خلاص؟ لو ايو حنان مش معنى اتجوزوا وعرفي كمان في حاجة تالتة عايز تقولها ولا خلاص؟ لا اكيد خلاص بس انا هم حاجة عندي ردة ساعدتك ايو طيب تقدر تتفضل يودة مساركة متحد بايت جدا عايز ينطر لو اي بركب مكان والحكاية واضحة زي الشمس سكع الموضوع ده واخلص منه سدقني هيحصل بس واحدة واحدة تشرب القهوة ده البن اللي انت بتحبه اعرف انا نفسي فيه ايه؟ نسافر على فين؟ المعمورة ياه ياه فاكر اسكندرية ودي ايه انت تنسي؟ اول مرة كنت هروح اسكندرية في حياتي كان معاك بسطت قوي وانت كنت قطيب واحد فينا كان قلبك مفتوح للك كله وكنت بتسمعنا كلنا كنت واحنا ايه اللي غيرنا كده؟ بينا بنجري وارا الدنيا زي القطر اللي مانوش بحطة يوقف فيها طمعة بيتحت سداني طمعة وانتك حق بيتحت ما تسيبنيش عشان خطري ده الحاجة الحلو اللي فضلالي من شوية ذكريات جميلة درقتي انا مش هسيبك صاحبي وسمحني لو كنت زعلتك الزكريات دي هي رصيد كل واحد من هنا عند التاني وانت رصيدك عندي كفير اروي وارا كمان اسامح بعتزرلك اذا كنت غلط فيك حقك علي تشرب معايا شاي عمتي ايه شاي ايه؟ انت لسه هتصهري اه عندي شوية شغل كده وحسابات لازم اخلصه شغل وحسابات؟ بيت يا مونة اه بيت يا مونة تعادي عايزاك يا بيت خير اعادي عادي عادي اعادي عادي عادي اعادي عادي بكلمتين خير يا سيدة انا عايز اسألك سؤالي بس قوعي بقى تبتكري تدخل مني في شؤوني كنت تبدايق خالص ولا هيخطر في بالي اصلا استفسار بس يعني استفساري زي ما انت عايزة البجامة دي حلوة قوي وبعدين باليا يعني امتي قربة يا بيت يا مونة دونا عن اخواتك كلهم تعرفي منين توكل الكاتف توكل الكاتف؟ وعرفت يا دي من ايه؟ من التليفزيون اه؟ لما حبي كده يجيبي الفلوس من الهوى كده يقولوا عليه الكلمة دي وانتي قربة تعرفي الجنيه فين لو هيطير هب تروحي لقطاع تشربي معايش ايه يا عمتي؟ يا بيت اعودي عايزة اكلمك طب اخلاصي بقى عندي شغل اخلاصي وماله تصاحب المال ما يتمال ده نقق بقى بسي انا عايزة اعرف انتي ايه اللي طلحها في المغيك الشغلانة دي؟ الفقر يا سيدة قطع الفقر لو بني آدم انا كنت جبته وسلخته زي الفرخة ونتفت ريشه ريشة ريشة وعلقته من رجله هاتك يا دار وبعدين بص يا ستة انا لا حب الكسل ولا قلة الفلوس ولا الفقر زي عماتك اه؟ وبعدين بيني وبينك انا لا يمكن استحالة ابقى موظفة خصوصا بعد اللابويا شافوا من الوظفة هم وغمي هم وغمي يا عين امي وكبان مات متجون يا روح البي الله يرحم انا امي كانت جايبالي حلق صغير لما انجحت في السنوية العام قلت ابيعه وبفلوس اشتريت شوية حاجات قلت ابيحها كده واجرب واهو ادخل يعني المصاريفي بنفسي من حلق امك؟ بقى معاك الفلوس دي؟ اه من حلق امي ايه؟ بايقتك؟ لو النابج يا حبيبتي وغالي علي عارف يا عمتي انا بقيت احبك قوي ويات حلق امك؟ قصدني ست واضحة وصريحة وضغري كده طول عمري ومتكرهيش حد وبحب كل الناس من نبي يا موني حتى امي؟ بلسرت الميتين بقى دلوقتي الله يرحمها